السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا في خير معكم مستر حمدي فتحي من تيم مستر حسام خليل النهاردة هنكمل مع بعض بقية حل كتاب الوزارة الجديد 24 الفاصل الثالث كان نزل على القناة اول بابين وبحاول على عد ما نقدر ان شاء الله يكون وقت الفيديو مش كبير بحيث ان احنا لمينا كل الافكار في وقت برضو بسيط اشي احنا زي ما انتوا عارفين عندنا مواد تانية وعندنا كله عامل شوامل ومراجعات وهكذا ان شاء الله تكونوا بتستفيدوا باذن الله الباب التالت كان بعنوان الحس الكهرومغناطيسي او التأثير الكهرومغناطيسي وكان عندنا قانون فردي واليمف المتوسطة واللي يقولك ان الباب التالت قوانينه كتير قوله انت كذاب عشان الباب التالت كله هو قانون فردي بتاع اليمف المتوسطة واستنتجنا منه كل القوانين يعني سوء اللي احنا بنقوله بانيو او بي او مش عارف سالب اللي دلتقية على دلتاتي لأسالب ام كل القوانين دي طلع من قانون فردي فالباب التالت كله حرفيا السبع دروس ما هو إلا قانون واحد وعملين بنستانتجوه فما تستطيع صعبوش على نفسك ولا تقول السنة بنسى قوانين ووصل مشكلة الباب التالت بيتنسى لا الباب التالت ده أبسط باب بالعكس ده أكتر باب كمين عليه درجات ووقت الأسئلة بتاعته مش كبير زي التاني يعني مثلا التاني درجاته قليلة بس الحل بياخد وقت ده أنا عندي عزوم وعندي قوة وعندي أجهزة وعندي فيد وكسافة فيد ودائري ولو لا بيقعد يلعب به ويدخلهم وبعد كل اللي هو قيله دوت في وقت كبير بس درجات صغيرة إنما الباب التالت عكسه الوقت بتاعه في الامتحان صغير ما ياخدش وقت كتير في الحل بس درجاته أكتر يعني مثلا لو الباب التاني عليه 7-8 درجات الباب التالت عليه 14-15 درجة ففرق كبير طبعا نبدأ على بركة الله بسم الله بيقولي ملف مكوم من لفة واحدة فعندي إنب واحد ومعي مساحة اللفة قال لي اخترق فيد اسمه بي يبقى هو مسميلي البي وان ببي ماشي إذا ده ضعفت كسافة الفيد يبقى البي توي يا عم بتسوي اتنين بي خلال زمن اتنين من عشرة ثانية يبقى ده مقدار التغيير دلتة بيسأل على إيم إف المستحسة المتولدة يبقى الإيم إف بتاعت فراضي كانت بتسوي سالب إن دلتة فاي مقسومة على دلتة لو جينا بصينا دلوقتي الدلتة فاي ديت لو أنا خدت الفايل لوحدها مش هي عبارة عن بي في إيه في ساين سيتا بس والله القانون في كلمة دلتة في إما هلاقي الدلتة جنب البي أو هلاقي الدلتة جنب الايه أو هلاقي الزاوية اللي بيتغير ويقولي يا دور بكذا ومع العمودي والكلام اللي احنا خدناه في الباب التاني عشان اللي في القانون فيه فاي ولا دلتة فاي في دلتة فهنا مثبت المساحة وغير البي يبقى هنا كان الدلتة بي وطالما ما جابش يصيرت الزاوية يبقى الزاوية سب يبقى الدلتة فاي يعبارة عن بي 2 نقص بي 1 والإيه مالها سب بي 2 نقص بي 1 2 بي نقص بي يعمل معي بي اللفة بكام بواحد عندي هنا سالب للاتجاه بتاع اللي هو بيبقى اللي إيم إف عكسية ولا طردية والمساحة معايا خلال زمن كام اتنين من عشرة ثانية وعايز الناتج بدلالة مين اللي بي هقوله عنية المساحة بواحد متر مربع يبقى أنا هقوله اللفة بواحد والمساحة بواحد وتحت في كام اتنين من عشرة وفوق في بي مضروبة في واحد يبقى كإني بقول بي على اتنين من عشرة اللي هي عشرة على اتنين تعمل على الآلة خمسة بي السؤال اللي بعده قال لي تتولت قوة دفع كهربية مستحسة مقدارها عشرة فولت في ملف عدد لفاته إذا تغير الفيت خلاله بمعدل يبقى هو مش عايز فيت ولا عايز معدل تغير في الفيت يبقى أنا مش عايز الفاي انا عايز دلتا فاي بس بالنسبة لمن للزمن يعني أنا مش عايز تغير في الفيت وخلاص ولا عايز فيدر عايز معدل يبقى أقوله أنا عارف إن كل ده بيساوي سالب يبقى القيم اف بتاعتي اللي هو عطاه لي بكام يبقى عشرة عدد اللفات ينزل زي ما هو خمسمية يبقى أنا عايز المقدار الكمباكت ده على بعض هقوله عني يبقى عشرة على الخمسمية اللي هي فيها دمعة ده واحد على الخمسين على الآلة الحزبة يعمل معي اتنين من مية والوحدة مهمة دي واحدة فيد ويبر بير ساكند يعني ويبر لكل ثانية يبقى الناتج بتاعي دال بنفس الطريقة السؤال رقم ثلاثة بيقولي يتعرض ملف دائري مساحة وإيه ماش لمجال مغناطيسي عمودي يعني زيوتي بكام بتسعين شكرا يا عم يبقى السيتا بتاعتي بتساوي تسعين يبقى أنا معي السيتا ثبت قال لي كسافة فيد ويبقى بي ون فإذا تناقصت كسافة الفيد يعني البي بتتقل للكام للربع يبقى بي واحد اسمها بي إنما بي اتنين اسمها ربع بي من قدام المحاضرة اللي بعدها فيدية تناقص فهي والد ايم اف طردية يعني قيمة ال ايم اف بالموج ومعايا زمن التناقص اللي هو الدلتا تي يبقى اللي عني ال ايم اف بتاعتي بتساوي سالب تبقى اللي قاعدة لينز دلتا فاي اللي هي هتبقى دلتا بي مضروبة في المساحة مقسومة عدد اللفات على الزمن ملف دائري مساحته ما جابش سيرة عدد اللفات يعني ال اين بواحد دلتا فاي اللي هي عبارة عن دلتا بي في المساحة دلتا بي اللي هي النهائي ناقص اللي ابتدائي ربع ناقص واحد ما هي ربع بي ناقص واحد بي فيها سالب تلاتة على اربعة صح وفيه هنا ايه سالب عشان كده قيمتها بال ايه بالموجب ما هي تلوما قيمة موجبع تساوي موجب خلاص اهي سالب راح مع السالب تلاتة على اربعة مضروبة في المساحة اللي هو اللي اسمها ايه هو عايز بدلالته دي البي ودي ال ايه مقسومة على الزمن اللي هو كام اتنين ثانية مقام البسط ينزل مقام على الآلة يبقى تعمل تلاتة على التمانية كل ده مضروب في البي في ال ايه والقيمة مالها القيمة موجبة يبقى تلاتة اي بي مقسومة على التمانية السؤال اللي بعده تقرر كتير جدا وتحارينا منه قبل كده لما يديني شكل كده لازم نحرق الشكل بتاعنا هو معامل بين البي والمساحة يعني اللي بيتغير في المسألة دلتة بي على دلتة يبقى احنا لسه في المقدار بتاع التغير كسافة الفيد او المجال اولا لو جدنا اسمناها فترات هنسمي دي الفترة واحد ونسمي دي الفترة اتنين بيتزايد ولا بيتناقص لها مستر معامل يزيد طالما فيد يتزايد فهيولد ايم اف مستحسة ترضية ولا عكسية عكسية الله ينقر عليك الفترة اتنين الفيد بيتزايد ولا بيتناقص ده ولا بيتزايد ولا بيتناقص يبقى الفيد بتاعي ثابت فالايم اف بتاعتي بكاب بسفر ما هي الام اف دي بتعتمد على فيد ولا تغير فيد تغير ما هي التغير سابت ما حصلش تغير كنت 15 ملي تسلا بقت 15 تغير بسفر 15 نقص 15 الفترة ثلاثة البي بتاعتي بتتناقص يعني الفيد بيتناقص يعني لما اطرح نهائي نقص ابتدائي مش بقول تناقص يعني صغير نقص كبير يديني ناتج سالب وانا عندي ايه في الاختيارات في القانون سالب فسالب في سالب بموجة فدي جت من هنا فكرة موجبة وسالبة وعكسية وترضية يبقى طالما الفيدية تناقص عشان كده احنا كنا حفظينها ومش فاهمينها يعني ايم اف مستحسة طردية يعني القيمة مالها موجبة ونحزب كل واحدة في زمنها فقال لي في خلال الفترات لو انا عايزة روح اجيب ايم اف في مستحسة في الفترة من البي هقول له ان لو في سالب النهاية بسالب دلتا بي اللي هي بي 2 نقص بي 1 بالمرة 15 نقص 6 النهاية نقص الابتدائي كل ده مضروب في كام في 10 قص سالب 3 عشان بالملي ما نتغفلش مقسوم على دلتا تي الزمن اللي انا عملته في الفترة دي بس اللي هي من سفر الست يعني مقسوم على 6 في 10 قص سالب 2 والنتج بالفولت الفترة اللي بعدها قلنا خلاص من سي من بي لسي عاملة معايا سفر الفترة اللي بعدها من سي لدي اللي همني حاجتين الزمن اول حاجة اللي هو الدلتا تي من كام لكام من 14 ل10 يعني الدلتا تي عاملة معايا 10 نقص 14 اللي هو كبير والصغير عاملة 4 في 10 قص سالب 2 والن كده كده سبتة طيب اتبقى لي ايه تاني اتبقى لي التغير النهائي نقص اللي ابتداء النهائي بكام هديش قولي 14 ده زمن مش عايز خيال علمي بصفر ناقص 15 يبقى فيها سالب 15 في 10 قص سالب 3 ما تتنساش وهنا في ايه سالب فشكرا السالب ده راح مع السالب ده والناتج طلع ماله موجب انما هنا الناتج هيتطلع ايه بالسالب يبقى احنا كده جبنا الثلاث فترات بتوعنا السؤال اللي بعده رقم 15 بيقولي تجربة فرادين لحس كيف يمكن زيادة القوة الدفع المستحسة للملف طريقتين طريقتين ليه هما كذا طريقة ما نقوله انا عارف ان اليم اف بتساوي سالب ان دلتا فاي مقسومة على دلتا تي هو انا مش لو زودت عدد اللفات اليم اف هتزيت او طب لو زودت المعدل ما ده على بعض اسمه معدل قطع خطوط الفيد لو زودت معدل قطع خطوط الفيد اليم اف برضو مالحاف هتزيد اصلي لما زود المعدل السرعة هتزيد بالتالي الزمن هيقل فانا قطعت في زمن اقل بسرعة اقل تاب لو زودت كسافة الفيد اللي هو شدة المجال المغناطيسي برضو اليم اف هتزيد لها كذا واحدة هتزيد مش واحدة بس ولا اثنين ولا ثلاث اي حاجة في القانون بتزودها مفيش مشكلة السؤال اللي بعده بنفس المبدأ رجعنا للأسئلة الاختياري تاني بيقول لي اتحرك مغناطيس نحو الملف جميل او السؤال ده بسرعة فيل اي مما يلي يزل سابت راح كده بقى وحطي اليدايرة على كلمة يزل سابت يعني لا يتغير لما زود السرعة راح حطي القانون انا عارف ان اليم اف بسم الله سالب ان دلتا فاي مقسومة على دلتا تي لسه ايل لما السرعة تزيد الزمن يقل فالمعدل اللي هو اسمه دلتا فاي على دلتا تي زيد فلما المقدار ده يزيد المقدار ده غصب عني هيزيد ما فيقاش اي مشكلة يبقى القوة الدفع القهربية المستحسة زاد طب شدة الطيار المستحس ما اللي بيحصل في اليم اف بيحصل في الطيار المستحس لما بزود طيار بزود ايم اف نتيجته يعني الطيار نتيجة لان فرق الجهد زاد يعني معدل القطع زاد المعدل الزمن اللي التغير المعدل ماله بيزيد والزمن بيقل فدي كمان بتتغير ماشي دعو يزيد ولا يقل يبقى الفضل مين الشحنة طب لايه مشتر الشحنة تزل سبط طب الراح نرجع للباب الاول القي بتاعي بيسوي كمية الكهربية خلال زمن او انا دلوقتي كمية الكهربية اللي اسمها الشحنة الكهربية اللي هي عدد الالكترونات يعني الشحنة الكهربية بتاعتي خلال الزمن بتاعي اولا بتعتمد على ايه هو كده كده هل الزمن قدر اثبته لأ فلما شدت الطيار انا لسه اي زادت ماهو كده كده الزمن كمان ماله بيزيد فالزيادة هنا لغة الزيادة هنا تازل لسابت الى جانب عشان نعمل علاقة بين i وال t لازم الكيو تبقى نقدر سابق ماشي يبقى انا دلوقتي عرفت ان الشحنة سابتة طب ايه يا مستر اللي يغير الشحنة اللي يغير الشحنة اللي عدد اللفات دي تتغير او المقاومة المقاومة دي بتطلع لشدة الطيار وبتطلع كمية كهرباء ما هي كمية الكهربية اللي ناتجة دي لو رجعنا الباب الاول مش انا عندي للمواصل الجزيات ففيه تيار ماشي فيه تصادم واحتكاك بين الالكترونات عشان دي مقاومة اومية كنا اخذينها بالباب الرابع فنتيجة التصادم بيطلع طاقة حرارية تب لما التصادم دي يتغير الشحنة اللي هتسري تتغير طيب لما عدد اللفات تتغير ما هي يعني المقاومة دي بقى دلوقتي الشحنة الكهربية بتعتمد على عدد اللفات وبتعتمد على المقاومة الكهربية يبقى بتعتمد على عدد وبتعتمد على مقاومة وبتعتمد على حاجة كمان ان انا اغير الفيت اساسي يعني انا مثلا لو عندي مصدر متردد او حاجة يبقى أغير الفيت ماشي نيجي للسؤال اللي بعده بيرد على السؤال اللي لسه حالين وبيقولي في الحس الكهرومغناطيسي الشحنة المستحسة اللي هي الكيو بتتوقف على ايه انا لسه قيل على 3 حاجات بتتوقف على العدد وبتتوقف على المقاومة الكهربية وبتتوقف على ايه هل بتتوقف على الزمن اللي تغير فيه الفيت ولا تغير الفيت تتوقف على دلطفا يبقى أنا عندي دلوقتي اللي في الاختيارات اللي موجود تغير الفيد ومقاومة الدائرة اللي هي الار اللي هي ممكن دمنيا جواها عدد اللفات ماشي ناخد السؤال اللي بعده السؤال 21 بيقول لي ايه بيقولي في الشكل عنده ده كالنا بقى بقعدة لنز وابعاد وروح نوزع والكلام الجميل دوت اللي هو ايه بسيط وان شاء الله ما يقاش في ايه صعوب بيقولي في الشكل التالي عنده ابعاد المغناطيس عن الملف فإن اقرأت الأميتر كنا بنعمل حاجتين ننسى المغناطيس ونروح نحدد القاعدة بتاعتي بقاعدة لنز لو انا روحت اطبقت قاعدة لنز هلاقي هيجيلي هنا N وهيجيلي هنا S بالراحة بقى انت هتعملي أنا ببعد يعني فدية تناقص يعني هيولد إيم F ترضية تحاول تجذبه دي انت بتبعد بN هجيلك S وهجيلك N مش دول عكس بعض يعني هيقللوا خطوط الفيد في المنطقة دي فهيولد لإيم F مستحصة وطيار بيمر هنا عكس الطيار اللي ناش يعني كإني هيجيلي طيار عامل كده الطيار اللي عامل كده دلوقتي اعلقته بالطيار اللي جاي من الدايرة مشاناش انا طبق القاعدة يجيلي هنا انه هنا إسا هيجيلي طيار عكسه فالمحصلة هنا هتبقى ايه المحصلة هتبقى طرح يبقى شدة الطيار بتاعي يقل اللي بعده نفس الكلام راح دخل مصباح فبدل ما يقول لي طيار هيسأل على اقضاءه في حالات قاتية انسى السؤال خالص وروح وزع مجالك حيائي هنا إن وهلاقي هنا إس اول حاجة تقريب يعني ده كإنه مغناطيسي يقترب في ديته زايد إيم F عكسي بتقرب بإس انا مش عايزك تقرب هجيب لك إس وإن هنا حصل ايه حصل تناقص يبقى تقل لإداءة المصباح يبقى الخالة الأولى تقل الإداءة ما هي الإداءة مش طيار الإداءة يعني قدرة وكده كده مكومة المصباح سبتة فلما جا قوله إن الباور آية تنبيع فقار فاللي بيحصل في الآية يحصل في الإداءة وجود المغناطيس لفترة داخل الملف وأنا بقرب مش في ديته نزايد وأنا ببعد مش في ديته ننقص طب وأنا جوه هنا ده ولا حصل تزايد ولا حصل تناقص عشان المغناطيس أو الملف بتاعي عشان يولد طيار مستحس بيعتمد على الفيد ولا تغير يعتمد على التغير فهل حصل تغير لا يبقى السؤال بكل بسوطة أنا ليه بقى قد نفسي أتسأل نفسي سؤال لو أنت بتقرب هيولد سواء عكسي أو طردي ما يشغلنيش طب لو أنت بتبعد هيولد برضو عشان تعمل تغير طب لو أنت سبت أنت ما بتتغيرش فكأن الفترة دي لو عايز أرسمها في الشكل اللي هو كان عامل كده كأن أنا بولد مف العكسية لأن لسه أرسمها سبتة معنى أن أنا سبتة يعني أنا جو بعدها إيه طردية يعني بتناقص فدي الحالات اللي هيمر بيها يبقى الإجابة هنا تازل ثابت نجي على بعض وإبعاد يبقى بدل ما أنا كنت بقرب هعمل إيه هبعد بدل ما كنت بقرب بإس وكان هيجيلي إس أنا ببعد دلوقتي بإس فهيجيلي إن إن وإن يحملي عملية التزايد يبقى الإجابة الثالثة تزداد إضاءة المصباح السؤال اللي بعده سؤال 24 بيقول لي أثناء حرقة الحلقة المعدنية ومستوها في مستوى الصفحة تولت بها طيار مستحسة كمان بمباية يسأل على اتجاه الحركة يسأل على اتجاه الحركة يسأل دا بيجيبه بطريقتين يقيم ما يجيب لي سلي ويديني اتجاه الحركة ويطلب اتجاه الطيار المور في الحلقة يقيم ما يعكس يديني اتجاه الطيار النتج عن الحركة يقول لي أنا كنت بتحرك إزاي اتنين ما لهمش تالت يبقى تاني يديني سلك ينشع عنه مجال عشان في طيار ويقول لي لما أنا قدت بالطيار كده كنت أنا بقرب ولا ببعد ولا فيدي يتزايد ولا يتناقص ولا إيه بالظهر أو يخليني أنا ستنتج يروح جايب كده نروح جايب السلك عمل كده ويقول لي والله السلك دوت مثلا بيمر في طيار كده ويديني حلقة ويروح عامل سهم كده ويقول لي حدد اتجاه الطيار التأثير دي عكس دي أول حاجة نوزع المجال يبقى قول له عني هنا إكسات هنا نقاط اللي يهمني الوجه القريب من الحلقة الإكسات مش هتوثر معاي مع قارب الساعة لو طبقت أمبير اليد اليوم أو البريمة عمودي على الصفحة للداخل فأجاب لي إكسات يعني كنت بجنوب إس إكس كنا بدي عملوها كده السهم باصيس معايا كده يعنيه بيمشي كده طب لو إن كنت بعملها كده كإن السهم بيبص كده ماشي معايا في الاتجاه ده ماشي نرجع إمتى يجيب إكسات والله لو أنا كنت بقرب من نقاط هولي تقيم في عكسها أنا مش عايز النقاط تزيد هرعطلها إكسات طب لو أنا كنت ببعد عن النقاط لأن النقاط بتقل فأنا هديك نقاط زيها فمعنى إن أنا جايب إكسات يعني أنا كنت بتحرك لليمين أولا لأعلى والأسفل ده بيهبت طالما أنا بتحرك موازي سواء لأعلى أو لأسفل أنا ولا حصلت تزيد ولا تناقص ففي الحالتين دولت الإيم إف بتاعتي بك بسفر يمين والغصار اللي هتولد بس أنا كنت بجيب إكسات يبقى أنا كنت بتحرك إلى اليمين سؤال حلو وبيفكرنا بالإيه بالقعدة المستخدم السؤال اللي بعده 27 بنفس المبدأ بالزبط رجعنا للمقال بيقولي الشكل ملف ده إيه مكوّن من 200 لف يبقى أنا عندي الإن بتاعتي بتساوي متين وده عقف وقيا مالش يتحرك الكتب الشمالي للمغناطيس عمودي على الملف في تغير الفي من 2.5 فعشر أس سالب 3 إلى 4 من 10 يبقى الدلتا فايل بتساوي النهائي نقص اللي ابتدائي 4 من 10 في 10 أس سالب 3 نقص 2.5 في 10 أس سالب 3 ممكن ناخد العشرة والسالب 3 عمل مشترك عادي خلال زمن يبقى معي دلتا تي 4 من 10 ثانية وعطيني فوق عدد اللفات ماشي عايز إيه قال لنا عايز متوسط الإيمين بالرح يبقى أول سؤال خلاص سالب إن دلتا فاي مقسومة على دلتا تي عندي كل المعطيات عندي دلتا تي 4 من 10 ثانية وعندي الان بمت وعندي دلتا فاي الطرح بتاح خلط قال لي طب وضح بالرسم اتجاه الطيار التأثيري مع ذكر القعدة فيديا تزايد وتناكس والكلام دوت قاعدة لينز طالما طيار تأثيري في ملف ماشي نكام طالما طيار تأثيري في ملف قاعدة لينز انت بتقرب بإنه يبقى أنا هولد كد بيمنع ان انت تقرب فيعمل عملية تنوفر سحمه كده يبقى عكس على قرب الساعة طب تلتا بيقولي طب إيه اللي هيحدث للكوة إذا أسقط المغناطيس خلال الملف بسرعة أكبر لسه أيلها وحريقها لكم لما السرعة تزيد معدل معدل القطع ماله هيزيد لأصل الزمن اللي أنا بقطع فيه قل فالإيم إف بتاعتي المتوسطة المستحصة اللحظية تزدادها هي كمان سؤال جميل وبيفكر تمانية وعشرين دخلنا على الدرس اللي عندنا في المذكرة اللي هو الرابع اللي هو إيم إف المستحصة في سلك ومستقيم قال لي سلك ومستقيم طوله ماشي يبقى دي الإل الإل بتاعتي بعشرين سنتي يتحرك بسرعة في يبقى أنا معي الإل ومعي الفي في اتجاه موازي كسافة فيدو بي بيسأل على الإيم إف المستحصة في سلك أقول له عني الإيم إف السلك خلاص أثبتناها كانت بتسوي بي إل في سين سيت فيه هنا كم تخفية اتنين عد معي واحد اتنين الإل دوت قوله معي اسمه طول الملف أو طول السلك غلط سامعك وده اللي بتقولها يا مستر طول السلك الإل يعني طول لأ الإل اللي في قانون الإيم إف ده طول السلك المعرض للمجال فييجي يغفلك وبيجيبها والله كتير وجات السنة اللي قبل اللي فاتت اللعب لها وشوفه في الامتحانات يروح عامل كده يجب لك مجال ويروح جايب سلك بالشكل ده ويديك طول السلك اللي بتسوي عشرة سنتي ولقي الراجل في الامتحان يروح عاتيك الحتة دير بثمانية سنتي فييجي طالب أفضل اللعب يدعطيني طول المجال إيه وانا من إمتى وانا عندي كسافة الفيت بي ده اللي انا عرفه في المنج بتسوي تسلة واحدتها أكتر من كده من فعل إنما إيه تمانية سنتي والكلام ده لا يا حبيبي عشان الـ اللي في القانون دي طول السلك المعرض للمجال أو ما يجيبهاش كده يجيبها زي السنة اللي فاتت يروح جايب كده إن ويروح جايب كده إس ويروح جايب سلك بالشكل ده ويقول لك أنا عايز اتجاه القاع القوة ويديك الطيار ويقول لك المقدار ويروح جايب لك هنا بعيد كده عن عينك اللي مش شايفها ويكتب لك خمسة سنتي فالطريب يقول إيه ده هو عاتيني طول المغناطيس لأ ما اللي أنا طول المغناطيس لا يا باش ما هو طول المغناطيس ده الجزء المعرض للمجال اللي هي في المنطقة دي يبقى الحتة دي بس اللي هتتعرض للفيد بتاعي يعني الحتة دي اللي هتولد فالقل ده طول المعرض للمجال وليس طول السلك نفسه وصين سيتا دي زويتي ولا ملفه مجال ولا ملفه عمودي دي زاوية بين اتجاه الحركة يعني أنا ما ليش دعوة المجال أو السلك بحطوط ازاي وبين المجال يعني مش شرطة عشان أنا عمودي يبقى الزاوية بتسعين لأ طب ما أنا ممكن أتحرك لأعلى والأسفل فأنا كده بتحرك في اتجاه موازي للمجال يبقى دي مزاوية دي يبقى كده احنا رجعنا مع بعض اهم حاجتين في السلك ايه سؤال تعويض مباشر بس اللذين هنا عطك في حتة بعيدة خالص عن اتجاهك وعدناها بسرعة حتى أنا روحت مكروتها في الشرط محدش خد باله من حال قال لي يتحرك في اتجاه موازي يبقى الزاوية بتاعتي بين اتجاه الحركة والمجال بسفر يبقى القيم اف المتولدة يا بشاب كام بسفر سؤال اللي بعده سؤال 30 سلك مستقيم عاطيني الطول ادي ال ال ودي ال ب قال لي يتحرك في اتجاه برضو موازي بيهري على نفس الفكرة يبقى مش هيولت 36 عكس السؤال في المقار قال لي يتحرك سلك طوله يبقى أنا معيال ال خمسة من عشرة متر في مجال كسافته ومعيال بيه اتنين من عشرة تسلا بسرعة في عشرة ملي متر لكل ثانية فتولد ايم اف مستحسة مقدرها نص يبقى ال ايم اف بتاعتي بنص عايز الزاوية عكس يبقى أنا هقول له ان ال بيه ال في ساين سيتا بتساوي نص لو جينا شفنا دول ال بيه اتنين من عشرة ال ال خمسة من عشرة ال بيه عشرة عشرة في خمسة عشرة في نص بخمسة خمسة في اتنين ماشي يبقى نيجي نشوفها نتككده على القليل شمع نهروف رياضة كتير يبقى هقول له خمسة من عشرة مقسومة على اتنين من عشرة في خمسة من عشرة تفع عشرة تطلع معايا نص اخد شفت ساين يبقى الزاوية بتاعتي تلعب بالكام بتلاتين درقة السؤال اللي بعده نفس الفكرة قاله تتحرك ساق معدنية طلها معايا ال ومعايا بسرعة معايا فتتولد يبقى الام اف ويسأل على الزاوية يبقى الواحد وست هتساوي دلوقت تمانية من عشرة فعشرة تعمل تمانية فاربعة من عشرة في ساين سيد تمانية فاربعة عملة اثنين وثلاتين يعني ثلاتة واثنين من عشرة ساين سيد ثلاتة وتنين من عشرة نصها واحد وستة من عشان كل ده على الآلة طبعا يبقى صاين سيتا بنص يبقى السيتا تطلع بنفس الزاوية اللي هناك اللي هي كام تلاتين درجة السؤال اللي بعده تمانية وتلاتين دخلنا على الاتجاه وطبعا لازم نفتكر ان السلك دلوقتي بيمرر الطيار المستحس داخل السلك يعني انا كايني داخل البطاري يعني لو جلنا نفتكر كده انا عندي هنا بطاري لو تفتكروا اول حصة خالص في المنها كنا بنقوله اتجاه الطير الاستراحي بنقوله الموجب السالب قلوكو غلط من السالب الموجب غلط برضو ليه عشانا ما حددتش خارج المصدر ولا داخل يعني خارج المصدر عبر المقاومة فيه طيار بيمشي من الخطب الموجب رايح للكطب السالب يعني من الاعلى للاقل بس هل الطيار اللي بيجي هنا بيرجع تاني لأ ده بيمشي داخل الدايرة من الكطب السالب للموجب يعني بيمشي من الاقل للايه للاعلى يبقى لو انا داخل الدايرة من الاقل للاعلى يبقى السهم دايما بيشير لك كبير يعني لو جيت عملتلك كده وقلتلك ده بيه وده ايه يبقى بيه جهد موجب وايه جهد سالب ماشي نبدأ بنفس المنطق دوت نحل السؤال بتاعنا اول حاجة هتطبق القعدة بيقول لي منتظم ايه الاشكالي عبر شكل ساعة تجاهز سرعة بنت رفاية النتيجة سرعة ماشي عشان دلوقت يشتغل بالقعدة هو بدء هنا بسرعة انهي في يوم صح ما السرعة هتولد طالما السرعة هتولد يبقى ده طبيور مستحس لو جيت طبقتي على الحالة الاولى يعني في ليمنج طبعا اليه دي اليوم انا نقط هعتبر عشان ما اطلغبتش هي تتحلق عادي بس عشان ما اطلغبتش اعملها ايه اعملها اكسات هفترد ان هي اكسات الكوة او السرعة الاعلى يبقى المفروض بي داخل عليه يبقى عكس يعني انا كايني لو طبقت القعدة المفروض اتحرك عشان دي نقط دي اكسات مش نقط يبقى نعكس يبقى انا لو كانت نقط او لو كانت اكسات قاسف كنت همشي كده بس هل دي اكسات لا دي نقط يبقى انا المفروض امشي كده يبقى اللي داخل عليه هو الموجب هنا عكس يبقى الكلام ده غلط بنفس الطريقة نقش على البعدة لو انا عندي اكسات هلأ ان ايه المفروض هي اللي موجب يبقى دي برضو ايه غلط طب لو هنا انا داخل العلدية يبقى فعلا الوحيدة هي اللي صح اللي داخل عليه هو الموجب يبقى الوحيدة اللي تنفع بنفس الطريقة السؤالية اللي بعضه واحدة واحدة بيقول لي اعتعيني انتجاه طيور تأثيري طالما طيور تأثيري يعني باب ثالث في ايه في ملف يبقى طيور تأثيري في ملف قاعدة لين طب لو فيه سل لو سل كان عندي قاعدتي لو انا دلوقتي بتكلم على طيور مستحس يبقى فليمينج للياد اليمنى طب لو انا بتكلم على طيور ثابت والنتيجة كوة او حركة يبقى فليمينج للياد ايه ريوس يعني خلاص الكلام سواء يمنى او يسرى الاساس مين فليمينج يبقى قاعدة فليمينج باستخدمها في سل طب لو قال لي في ملف دينامو مش الدينامو انا بتعمل انا حرقتلكو حتى من قدام مش الدينامو بتعمل كأنه اسلاك ادي دلع و ادي دلع والدلعين الموازين دول الكوة بسفر يبقى السلك ده بتولد عليه بي إل في والسلك ده بي إل في يعني بأثر عليهم بدينامو يعني بأثر عليهم بسلك يعني كوة دفعة مستحسة في سلك مستقيم فينا بكل بساطة طيور تأثيري قاعدة لينز سلك مستقيم قاعدة فيليمينج يبقى الإجابة بتاعتي الأول لينز والتانية فيليمينج يبقى الإجابة به نيجي على السؤال اللي بعده سلك أفكي بيسقط رأسيا خلال المنطقة من الفيد اتجاهه عمودي على اتجاه حركة السلك كما بالشكل حدد له جهد كهرابي أعلى أثناء هبوته ونفس القاعدة المستخدمة يبقى نحروح أطبق القاعدة بتاعتي القاعدة بتاعتي هلاقي إن اتجاه الطائرة دي المجال طبقها معي وكوة الأسفل يبقى اتجاه الحركة كده يبقى اللي داخل عليه هو الموجة بيبقى به نفس المبدأ برضو 48 بيقول لي أنا بتحرك كده وكده بيستهبني بدل ما كان جايبها نقطة يعني إكسات جايبها نقطة عليها يعني صعبة هروح أفترد إنها إكسات ويقول له إكسات للداخل اتجاه الحركة يا سوري يبقى المفروض الكوة لأسفل يبقى هي كانت لأعلى واللي داخل عليه جهده أعلى وكده موجة يبقى أثناء الحركة هو الكد بي ماشي نيجي للسؤال اللي بعد 49 جميل أوي السؤال ده بحب السؤال دوت عشان بينشط عقلنا كده وبنحلوه كذا طريقا أول حاجة عليه في الشكل المقابل ساقين في مصادس قابلين للانزله ماشي على سلكين متوازيين مغناطسين فإذا بدأ المجال في التناقص أولاً لأن المنطقة ديت موصل للطيئة يعني دي دايرة مولقة قالي فإذا بدأ المجال المغناطيسي ديت مفتاح الحل في الايه في التناقص طالما الفدية تناقص يعني هيولد قيم F مستحسة مالها طردية يعني الإكسات ابتدت إل فأنا هولد إكسات عشان ما تقلش يعني المنطقة دي هيبقى فيها إكسات طالما إكسات هيمر طيور مع عقارب الساعة أحلها بطريقتين لو هحلها دلوقتي يقم تتحل بلينز يقم تتحل بالفيد الأعلى والأقل يقم تتحل بقاعدة فيلمينج بالراحة لو أنا حبيت أحلها بقاعدة فيلمينج أو لو جيت أحلها بقاعدة أمبير الياد اليومنا بالفيد الأعلى والأقل هروح أوزع المجال يرجعني للباب الثاني نشيله دول دلوقتي لنعاكم الحل هقول والله هنا إكسات لو أمبير اليد اليمنى وهنا نقط إكسات وإكسات جمع إكسات ونقط طرحة هلاقي إن السلك دا يتحرك يا مي نفس الكلام هنا إكسات وهنا نقط هلاقي إن السلك دا يتحرك يا صور طيب أنا أريد أن أحلها بقاعدة تانية زاد التأكيد بس عشان ما نتلغبطش هل القاعدة التانية هتجبها لي اتجاهات مختلفة؟ لا يبقى لو هي جابت اتجاهات مختلفة يبقى معنا كده أن أنا غلطان ما لازم كل الطرق تؤدي لإجابة صحيحة كل الطرق تؤدي لرقم ماشي القاعدة التانية اللي أنا بفضلها برضو بس بتلغبط ناس بس لو فهمناها هتريحنا في مسائل كتير قاعدة فيلمين بس بالروح أمستر هو طيار مش تحس وفيده كل حاجة بس هو قال لي فدأ المجال يا تنقص صف حركة تاني كده معي رهبت معهم بس صف حركة الموصلين يعني النتيجة حركة طالما النتيجة حركة يعني أنا عندي طيار يا مستر ترمون ما ليش دعوة أنا جالي طيار نتيجتي حركة يبقى فيلمينج كده كده في سلك بس فيلمينج إيه؟ فيلمينج لليد اليسرى يعني يعلي فاهم يعني أنا ينفع في المسألة قلتها لكم قبل كده والله أثناء حل الواجب أشتغل نص المسألة بفلمينج يبنى ونص يسرى عادي ولازم الناتجية لعواحي طب لو جيت أطبع على السلك سين دلوقتي فيلمينج لليد اليسرى هلاقي أن نفس القعدة لليمين وهنا لليسار يبقى أنا أجابتي صحيحة 100% سؤال خمسين بيقول لي متى تكون القيم التالية المساوية للسفر الكوة الدفعة المستحسة في سلك لسه أعلنها عندما يتحرك في اتجاه موازي لو حركتي في اتجاه موازيا يبقى السيتة بتاعتي بتسوي كام سفر يبقى القيم F برضو بسفر اتنين وخمسين دخلنا على محامل حس المتبادل قلنا قبل كده الام دي اختصار لكلمة natural inductance فبناخده الام دي يحس متبادل والل اختصار لكلمة self inductance فبياخد الال اللي في كلمة self وبيبقى حس زاتي المatural inductance بتاعي بيعتمد على معامل النفاذية وبيعتمد على طول وعدد لفات الملفين ومساحة الملف الثانوي والمسافة بين اللفين وطول الملف اللي ابتدائي هل هو بيعتمد على معدل تغير الطيار ولا الام F قلتها لك لا يبقى الام بتاعتي مجدار ثابت بالنسبة لمعدل تغير الطيار سؤال اللي بعده مع زدياد يعني ايم F تتزايد في دي ايم F عكسية مع تناقص ايم F طردية يبقى الاولى عكسي والتانية طردي يبقى الاجابة بتاعتي قلب دي الصحة نيجي للسؤال اللي بعده رجعنا تاني للمقالة تقريبا السؤال سبحان الله اختفى ماشي نقروم الكتاب سؤال سبعة وخمسين موجود في الكتاب يقول يا مر طيار كهرابي شدته I يبقى يا مر طيار كهرابي شدته I 10 امبير ماشي خلال ملفين متجاورين تمام ركزوا معي عندما ادمحل هذا الطيار عندما ادمحل هذا الطيار يعني الطيار سيصل له ادمحلال يعني ادمحلال يعني الطيار وصل للسفر يبقى أي واحد كانت بعشرة و أي اثنين بسفر يبقى delta I نظر على المعطوات من بره 0 ناقص 10 تولت في الملف الآخر كوة دفعة مستحسة 60 بولتي بقى اليم F المستحسة الكامل 60 بولت فإذا كان معامل حس متبادل وعطيني الام بتساوي 3 من 10 هنا اللي بيحسب زمن لدمحلال بالروح القانون تعويض مباشرة وبدأ الدرس بس بإيه؟ كان بسؤال سهل اليم F في الملف الثاني بتساوي سالب M حس متبادل delta I على delta T فكرته ان انا معايا اليم F بتاعتي انا لسا اقل لكم بستين ومعايا معامل حس المتبادل بتلاتة من عشرة هنري ومعايا شدة الطيور او الفرق بينهم السالب راح مع السالب سالب عشرة أمبير فاقول له دلوقتي تلاتة من عشرة في عشرة وقسمه مع الستين جبت معدل او الزمن التغير يطلع معايا بخمسة من مية سالية ده السؤال اللي كان نقص نكمل سؤال تمانية وخمسين بيقولي ملفان متجاوران او بي وصل الملف ايه مع بطارية مش بقى دي البطارية ده الملف ايه يعني ده الملف الايه اللي ابتدائي وتغيرت شدة الطيار في ايه من السفر العشرة يعني كايني عندي مفتاح ولحظة غلق الدايرة هيبتدي ايه بيولد ايم F عكسي تؤثر نمو الطيار لحد ما يوصل لكم معايا لحد يزبط يعني انا لو عايز ارسم الطيار دلوقتي على ان الطيار عامل كده الطيار بتاعي عمال بيزيد من سب لعشر يعني الطيار وصل هنا لعشر فتغير الفيت خلال الملف بي بقى انا عندي ملف تاني بس الملف التاني دوت مفهوش ايه مفهوش بطارية يعني ولياكم فيه جلبان ادي الملف بي نشأ عني هنا خلال الملف بي تغير الفيت من سفر لثلاثة من عشر يبقى فواي ايم بتاعت بي بتساوي ثلاثة في عشرة قص سالب ثلاثة عايز معامل حس المتبادل بين الملفين علما بلفات الملف بي يبقى النمبر اف بي بتساوي مية لفة بالروح لو انا جيت بالروحة كده قلت ان اليم اف بتاعتي بتساوي سالب ايم دلتا اي على دلتا تي طالما حطيت ام كنت ايلها لكو قبل كده بقى دا الملف الثانوي دلتا اي على دلتا تي هو معايا زمن دلتا تغير اليم اف لي مش انا لو اعزفوا بكها من قانون فردي سالب ان بي دلتا فاي ام بتاعت بي على دلتا تي بتساوي سالب ام دلتا اي على دلتا تي الحدق يفهم زمن تغير الطيار هو زمن تولد الفيد والعكس ظهيح فالزمن روح مع الزمن والسالب روح مع الثاني يطلع معايا دلوقتي معامل الحس المتبادل هيساوي ان دلتا فاي على دلتا اي وكليه هنا واحدة مكافئة للهنري الان معايا عملة مية دلتا فاي عملة ثلاثة في عشرة قص سالب ثلاثة دلتا اي عملة سفر نقص عشرة اللي هي خلاص بجنيها بعشر يطلع كل دوت على الآلة ان معامل الحس المتبادل عملة ثلاثة من مية هنري سؤال جميل السؤال اللي بعده تسعة وخمسين فكرة التجربة بتاعتنا بيقولي في الرسم المقابل وفي لحظة غلغ الدائرة يعني يغلد فدية تزايد يعني يمف عكسية اه عايز الاتجاهات ايه في المفتاح ويلا بيجي بسم الله الطيار هيجي من ورا يعني انا جيت كده مش هيتلع من قدام ده ملفوف من ورا يعني هينزل كده مكمل معايا مكمل ولازم اتجاه هنا عكس اتجاه هنا لزيد التأكيد لو طبقت القعدة هيجيلي هنا ان وهيجيلي هنا اس كأن ده مغناطيس يكترب يا مستر ما قالش لا ما هو قاللي لحظة ده غلق الدائرة من عندي ثلاث حالات ايمف عكسية وثلاثة طرد الثلاثة العكسية اما غلق دائرة اما تقريب احدى الملفين مش مشارط مين اما ايه نقص المقاوم المتغيري اي زيادة الطيارة فانا عرفت ان هنا هيولد ان زي يبقى هنا هيجيلي ان وهنا هيجيلي اس لو رحت طبقت القعدة دلوقتي هلاقي ان ايدي دلوقتي كده مع قريب الساعة مش شري في الاتجاه دوت تمام قاللي يرسم اتجاهات الطيار اول حاجة هنا حدد وذكر القعدة المستخدمة قاعدة هنا اللي انا استخدمته قاعدة مين قاعدة لينز انما البداية بتاعتي اللي حددت للقاعدة هنا قاعدة امبير للياد اليمنى ارسم اتجاه الطيارة والفيد المغناطيسي والاكتاب المغناطيسي في الملف الثانوي مع ذكر القاعدة احنا وانا وانا خلاص هنا امبير وهنا لينز وحددنا الاتجاهات السؤال حلو ونبقى عارفين الفرق بين القاعدتين السؤال اللي بعده سؤال ٦ يبين الشكل ملفين متجاولين حيث يمر الطيار كحربي ملف الاقتدائي كيف يمكنك بطارقتين مختلفتين طولي الطيار مستحس في الاتجاه المحدد بالشكل؟ نعم نحن نعرف الاتجاه اهر قد وشوف قد يتغيله لو قد طبقه القعده بطريق encour معنى كده ان كان مغناطيسي اقترب يعني ايه ديūت زايد يعني ايه ا stain ان لسه ينلقكوا حالات تولد العكس type shared 30 اخر جدا غلقي مشاهدة ثانته غلقه policy ثالث حاجه زيادة الطيار أي نقصان الم Tamam bezش Maß فالطيار بتاعي هيزيد عمالين بنعيد ونزيد في نفس الفكرة نيجي على السؤال اللي بعده واحد وستين يقولي في الشكل يمر بيه طيار في الشكل يمر طيار شدته اتنين قبير في الملف ايه فده الملف اللي ابتداء ينتج فيضن اتنين ونصف عشر قس سالب اربعة يمر خلال الملف ايه والرقم الثاني خلال الملف بيه بقى انا معي هنا فاي ام للملف ايه بيساوي كام اتنين ونص ده في الملف ايه شملت لغبطوش في عشرة قس سالب اربعة والتاني نعملوه بلوم مختلف وفاي ام بي هتساوي واحد وتمانية في عشرة قس سالب اربعة عايد معامل حسس ذاتي طيب اما معامل حسس ذاتي بقى انا بتكلم عن الملف في الاول بالراحة يا الشكل ده بيفكركم بايه ملف دينامو صح مستصل بملف وملف تاني مش ده انا وانا حطيت حديد هنا او خطوط دوت محول ما ام فكرة هعمل المحول لحسس المتبادل فهتلاقي الباب كله بيسلم بعضه يعني الباب ده بالنسبة لي درس واحد معامل الحسس ذاتي يبقى جاية من ايم اف وان يبقى انا هقول له ايم اف واحد بتساوي سالب ال لدلتا اي على دلتا تي هل معاك اليم اف لانا معايا فكرة يبقى سالب ان اي طيب ما حسس المتبادل ولا حسس ذاتي ده حسس ذاتي دلتا فاي ام اي على دلتا تي لسه اللي كل قانون بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي ما انا هزوات دي الدلتا مع الدلتا والسالب مع السالب يطلع ال ال معايا هيساوي ان دلتا فاي كل دوت بتاعمين ال اي مقسومة على الدلتا اي الدلتا اي طبعا في الملف الابتدائي انا مش هينفع اقول له اي و بي عشان الطيار بيمر في الملف الابتدائي فقط نفس الكلام معامل حس المتبادل يبقى نفس القانون بس هو هو احط لي اقول له كده ان الام بتاعتي هتساوي ان دلتا فاي على دلتا تي هغير حاجة بسيط اي بقى حاجة ال بي والدلتا اي طبعا هي هي دي طب متوسط القوة الدفعة روح اجيبها من اي وابت عندما يتلاشى الطيار في الملف ايه هو عايز المتوسط بتاعمين الملف ايه خلال زمن يبقى هقول له خلاص يبقى ال ايم اف بتاعتي بتاعت ايه سالب ال دلتا اي لازم يديني الزمن راح علي الزمن ثلاثة من مية ما انا لسه جايب ال ال ومعايا الدلتا اي راح اجيب ال ايم نفس الفكرة بتتكر سؤال اللي بعده اتنين وستين بيقول لي ودع ملف جميل او سؤال ده ملف دائري صغير مكوم من لفة واحد يبقى انا عندي ملف دائري صغير اللفة بتاعته بكام بواحد ماشي نصف كتره خمسة سنتي يبقى الحتة ديت عاملة معي خمسة سنتي ومقاومته ار بتساوي عشرة قص سالب تلاتة كل دوت في مركز ملف اكبر مكوم من لفة واحدة يعني مركز مشترك انا عندي ملف تاني كبير مكوم برضه من لفة واحدة نصف كتره نصف كتر ده على بعضه بالنسبة لي كام خمسة سنتي الذي ينمو خلاله طيور يبقى ده الملف الايه الابتدائي يعني اكيد في طيور ماشي كده او عكسه مشتفر من سفر لتمانية امبير يبقى انا لو جيت رسمت دول كده هقول له الطيور ينمو من سفر لتمانية امبير يعني الطيور وصل هنا لتمانية امبير اللي خلال زمن يبقى المنطقة اللي هنا ديت عشرة قص سالب 6 يبقى بالروحة كده انا معي دلتا اوي على دلتا تي تمانية نقص سفر على عشرة قص سالب 6 ماشي عايز قيمة الطيور المتولد في الملف الصغير يعني طيور مستحس علما بان معامل النفذية ماشي الميو ايه بالروحة هو الطيور ثابت ولا بيتزايد طيور عمال بيتزايد طالما الطيور بيتزايد طالما الطيور بيتزايد فالفيت بتاعه بيتزايد فهيولد فنتيجة التغير هيحصل تغير في الملف الصغير يعني حس متبادل يبقى لو هنا حس ذاتي هنا حس متبادل عشان اروح اجيب الطيور المستحس هنا دلوقتي بشان اقول حس متبادل يبقى اسهل طريقة تحل السؤال على طول قوانين الحس المتبادل يبقى انا لو قلت له ان اليم اف بتاعتي بتساوي سالب ام دلتا اي على دلتا تي هروح اجيب مين اليم اف معامل الحس المتبادل عطولي فتكة مش هو ميو ان واحد ان اثنين في مساحة الثانوي على كام على ال واحد دلتا اي على دلتا تي معايا جبت اليم اف معنى ان انا جبت اليم اف يعني حلت السؤال اسمع المكومة جبت الطيور بالانبيه بس فيه تخفيلة هنا اتغفلكم انا بقول مساحة الثانوي وطول مين الابتدائي هل في السؤال عاطيني طول الابتدائي؟ لا ما الملف الصغير ده؟ طول الابتدائي بالنسبة له الحتة دي الحتة دي اللي هي طول الابتدائي تمثل بالنسبة لي كتر الملف الثانوي يبقى طول الابتدائي L1 بالنسبة لي 2R1 فدي التخفيلة الوحيدة اللي في السؤال فانا عندي نص الكتر خمسين اضربها في اتنين واضربها في عشرة قص سالب اتنين هيعمل مية في عشرة قص سالب اتنين يعني هتعمل معايا واحد متر ومعايا إن واحد وإن اتنين وروح اعود تطلع الطيور في الآخر عامل ثمانية وسبعين وخمسة وتسعين من مية أمبير تقريبا بالضبط فالجميل خالص فكرته حلوة ونفكر بنفس طريقة التفكير ما نتسرعش ونخش بقوانين كتير عالفاتي السؤال اللي بعده سؤال 63 بيقول يوضح الشكل ملفين متجولين اكس وغاية عند زيادة قيمة الجزء المأخوز من ريوستات إيه اللي هيحصل ده الجهة السنة اللي قبل اللي فاتت وتقريبا جهة شبه السنة اللي فاتت معايا دلوقتي بطارية ومعايا بطارية وفيها مصباح بس دية الملف اللي ايه اللي بيتحكم شان ده اللي فيه المقاومة المتغيرة كأنه مغناطيسي أكتر بيبتع شو احنا دايما كنا تعودين واحد فيه ملف وفيه بطارية والتاني جلبان والكلام ده تب هنا فيهم بطاريتين ما نسترعرف مين المتحكم في مين اللي فيه مقاومة متغيرة ذلك كأنه مغناطيسي أكتر بيبتع نوزع المجال بتاعنا ونتستخدم القاعدة بتاعتنا لأن الطيار ماشي كده معنا ان الطيار ماشي كده يبقى هنا N وهنا S انسى اللي هو عايزه وراح اوزع برضو يعني هنا N وهنا S شوف ايه اللي هيحصل قال لي عنده زيادة المقاومة لما الار بي تزيد الطيار يقل ده كأنه مغناطيسي يبتعد في ديوتانوكس يبقى بيبعد بأن هيجيلي S ون هنا هيعمل لي عملية تناقص فهيولد طيار عكس الأساسي يعني المحصلة طرح يبقى الطيار L يبقى تقل إداءة المسباح تقل يبقى الإجابة يا ألف يا بي نجي للفولتاميتر الفولتاميتر الرجليه على بطارية نرجع للباب الأول قانون قوملت ده للمغلقة أنا عايز المقدار ده البي بي مقدار سابت والR مالها سابت يبقى الطيار لما يقل الجزء اللي أنا بطرحه قل طالما الجزء اللي أنا بطرحه قل يبقى قراءة الفولتاميتر تزداد ما نتسرعش سؤال جميل جدا ويلغبط نجيبه النص الأول ونتلغبط في النص الثاني السؤال اللي بعده سؤال 68 يقول الشكل المقابل حدد ما إذا يخده لإداءة المسباح مع ذكر السبب في الحالات الآتية مرة هيقول لي خلق المفتاح وأكيد هيلعب في المجر بالراحة طريقة حل السؤال سابتة لازم أول حاجة نوزع اتجاه المجال هنا ونوزع اتجاه المجال هنا فالطيار هيبقى طالع كده جا من ورا في الاتجاه ده امبير اليد اليمنى يبقى جايبالي هنا ان وجايبالي هنا اس سلي ده على جنبه عندي بطارية هتطلع طيار في الاتجاه ده لو رحت طبقت القعدة جايالي هنا ان وجايالي هنا اس يا مستر طب انا كده هعرف مين الملف اللي ابتدائي من ليه الثانوي لأ هزعد منك وقلنا اللي في مقومة متغيرة ده الملف الابتدائي انما الملف الثانوي مش شرط يبقى فيه جلبان وممكن يبقى فيه بطارية والاضاءة تزيد وتقل يعني اساسا اللمبة كانت منورة ده اللي حصل بالفعل في السؤال فبقولي لحظة غلق المفتاح احنا عارفين لحظة الغلق دوت كأنه مغناطيس يبطرب ولا يبتعد كأنه مغناطيس يبطرب يبقى انا بقرب في الاتجاه ده انا بقرب بان هيعمل معي ان يبقى ان مع ان وهيعمل هنا ان يبقى الاتجاه دوت جامع واللي هناك جامع برضو يبقى الاضاءة في اللحظة الاولى تزداد ماشي نكمل قالي زيادة المقاومة المتغيرة لما انا بزود المقاومة الطيار ماله الطيار بيقل فلما الطيار بيقل الفيد يتناقص ولا يتزايد الله ينهر علي بيقول معايا فيد يتناقص والفيد اللي بيتناقص كأنه مغناطيس يقترب ولا يبتعد كأنه مغناطيس يبتعد يبقى انا في اللحظة التانية خلص خلصنا الحالة الاولى انشلوها اللحظة التانية انا ببعد بان يبقى مش هيجيلي ان ده انا هيجيلي اس يبقى في اللحظة التانية تقل الاضاء او اهم كلمة كلمة لحظيا اثناء الحركة انما مش هتفضل تقل على طول تسعة وستين بيقول لي اي العامل قتائي يزيد من معامل حس ازاي دي لازم نحط القانون ال ال بتاعتي اللي هو الماتش والإندكتنس بتسوي ميوف ايه في ان تربيع على ال حيث ال طول الملف او طول الصوف او المسافة بين بداية اللفة ونهاية اللفة يعني انا لو عملت ملف الاولابي في الشكل ده بداية اللفة الاولى ونهاية اللفة الاخيرة الحتة دي تسمها L smooth فهنا بيقول لي زيادة طول الملف لما انا زود الطول ال L ماله هيقل هو عايز حسد ذاتي يزيد يبقى قلب غلط زيادة عدد اللفات طبعا لما زود العدد ال L هتزيد يبقى العلاقة ترضية وهتزيد اربع مرات عشان علاقة ترضية مع التربية يبقى الجبه اللي تنفع زيادة عدد اللفات هنا بيقول لي بعاد اللفات عن بعضها يعني انا زودت ال L كأنها الف نزع القلب انا قللت ميو كأنها الف برضو يبقى الوحيدة اللي تنفع بها سؤال سبعين من الاسئلة المتقررة كدا وجميلة قوي لما يديني شكلين دلوقتي الاتنين بيعبروا عن نفس الرسمة او نفس الدايرة اول مرة عاملي علاقة بين ام اف و دلتا اي على دلتا تي الحالة التانية بيقولي طب ال L بقى مع الدلتا اي هتبقى اي بالروحة لو احنا حطينا القانون انا ممكن بقى حرقنا السؤال من قبل ما نحله لو انا حطيت القانون دلوقتي انا عارف ان ال L قلنا بتسوي ميو A N سكويرة على L سمور وقلنا ال N بتعتمد على عواملها فقط فقط يعني ولا بتعتمد على معدل تغير طيار ولا بتعتمد على فرق الجهة عاملها زي المقامة النوعية كده فانا استحال اختار اجابة تزداد وتقل يبقى استحال اختار W استحال اختار W على حسب مين؟ على حسب القيمة اللي انا هجيبها من الجدول التانية لو جيت بسيت هنا اسمت 6 من 10 اللي هو ايم F على دلتا اي على دلتا تي 6 من 10 على 3 من 10 يديني الاتنين طب الميل دا يكافئ ايه؟ لانا احط القانون واحدة واحدة اليم F درهم احسزاتي سالب L دلتا اي على دلتا تي استدعت عليها اليم F واستنات عليها معدل تغير الطيار يبقى الميل بتاعي هو مين؟ هو ال L يبقى انا عرفت ان ال L بكام باتنين يبقى انا لازم اروح اختار اجابة من الشكل التاني ان عند رقب كام اتنين الوحيدة اللي محققق الكلام ده هو Z يبقى الاجابة دال السؤال اللي بعده 71 بيقول لي الطيار المستحس المتولد بسبب تغير شدة الطيار المار فيه يعني فيه نفس الملف طالما نفس الملف يبقى حسي ذاتي ولا متبادل حسي ذاتي انما لو قال لي بسبب تغير شدة الطيار المار في الملف الاخر لا في اللحظة دي يبقى حسي متبادل يبقى اقول له M انما هنا الحسي ذاتي السؤال بيلعب بالالفاظ مهم وسهل وبتتلغباته فيه كتير السؤال اللي بعده 73 بيقول لي رجعنا على الاسئلة النظري تاني او المقالي لا دا لسه اختيارات بقول لي تتولد هو دفع مستحسة طردية في الملف بالحسي ذاتي عند 72 بيحدد بيقول لي امتى بيتولد قوة دفعة كاربية مستحسة في الملف هو بيسأل على طردي ولا عكسي لا بيتكلم على طردي احنا عندنا لسه قلتها لكم من شوية ان انا عندي ستة حالات لتولد اليمف ثلاثة طردي وثلاثة عكس اليمف الطردية امتى فتح الدائرة ماشي زيادة المقاومة اي نقصان الطيار تمام ابعاد الملفين ما كل ده كأنه ماله كأنهم مغناطيس يعني انا كأنه كل دوت مغناطيس يقترب ولا يبتعد لا كأنه مغناطيس يبتعد ماشي الثانية عندما تتغير الفيد في اما الذي يقطع ان من اللفات بسبب تغير شدة الطائرة المار به بمقدار دلتا اي بيسأل على النسبة تكررت كثير ده إثبات قانون عندنا لما كنا بنقوله ان اليمف بتساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي وفي نفس الوقت ان اليمف بتساوي سالب ال عشان قلي به دلتا اي على دلتا تي زمن تغير الطائرة وزمن تولد الفيد يبقى ان دلتا فاي على دلتا تي هو اللي بيديني ال ال اللي هو معامل الحس الزاتي يبقى هنا السؤال بيسأل على معامل الحس الزاتي يقوله الاجابة بتاعتي اربعة وسبعين بصنا تلاتة وسبعين اربعة وسبعين بيقولي عندما تتغير شدة الطيار من موجة باثنين لسالب اثنين يبقى انا عندي طيار متغير او كان قيمته موجة با بقى سالبة كان عنده موجة باثنين بقى عندي سالب اثنين خلال زمن الكلام ده هنا ثمسة من مية ثانية يكون القوة الدفع المستحصة ومعايا اليمف بيسأل عليهم وعمل حس الزاتي التفاع اليمف بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا اي وانا معايا اليمف بتسعة معايا الدلتا اي مش هنتغفل سالب اثنين ناقص اثنين يعمل سالب اربعة روح مع السالب اللي هنا يبقى اربعة على خمسة من مية يبقى اربعة على خمسة من مية اللي هي تقريبا هو هنا مقربها الاجابة بتاعتي الف يبقى الف دية الصح نيجي على السؤال اللي بعده سؤال خمسة وسبعين اللهوه بحب الاسئلة دي قوي بيقولي ملف حس السؤال متصل ببطارية يمثل الشكل البيئني واحد دمو الطيار في الملف لحظة غلق الدائرة يبقى هنا الشكل واحد دي لحظة الغلق ماشي اي المنحنيات يوضح نمو الطيار عند وضع قلب من الحديد المطاوم بالروح خلينا متفقين مع بعض سواء انا شادت القلب الحديدي او حطيت قلب حديدي اللي بيحصل ايه؟ معدن نمو الطيار او زمن نمو الطيار بيتغير بس هل زمن وصوله لقيمة العزن؟ او هل الطيار هيوصل لقيمة أقل من قيمة العزمة؟ لا كده كده لازم اختار اجابة ان الاي ماكسيمم لتتغير عشان انا ملعبتش في اي حاجة في القانون تغير دي شدة الطيار انما انا بلعب فيه بلعب في الحاجة اللي ددي فانا هاختار زمن اكبر عبل ما بوصل يعني بنروح كده لو انا عندي طيار بالشكل ده وعندي ملف قلبه هوى لاحظت غلق الدائرة مش بيولد هنا ايه مفو مستحسة عركسية بالحس الذاتي يعني انا كان عندي شحنات او طيار ماشي في الاتجاه ده بلعب ان فيه طيار عكسه ماشي في الاتجاه ده بس كده كده في النهاية بيوصل مثلا لو انا عندي مقاومات هنا بيوصل ان شدة الطيار ايه انا عندي خمسة امبير انتبه انا لو روحت جاي حطيت قلب من الحديد المطوع الخديد ده بيعمل على تجميع خطوط الفيت فبيزود اليم اف فالحاجة اللي ددي بتزقيني بتاخد وقت اكبر عشان اتغلب عليها يبقى زمن وصول الطيار للقيمة العظمى هو اللي هيختلف بس كده كده لازم اختار اجابة كلهم عند القيمة العظمى يبقى انا استحال اختار اربعة واستحال اختار واحد وانا بقول الزمن ذات يعني انا لو جيت بسيط هنا انا هنا وصلت للقيمة العظمى عند زمن اديه اربعين تقريبا يبقى انا لازم اختار زمن اكبر من الاربعين هنا بيقولي عند اربعين برضو لا انا كده ما عملتش حاجة يبقى ديات رونج انما بصوا هنا في الشكل رقم تلاتة زمن وصول للقيمة العظمى تضاعف بقى عند التمانين يبقى الوحيدة اللي تنفع الشكل او المنحنى رقم تلاتة ديات الصحب السؤال جميل جدا ومهم عشان بيربط لنا الاحداث ببعض السؤال اللي بعده نرجع للاسئلة الناصر بيقولي اوجد معدل التغير في شدة الطيار الموار في ملف معامل حسو؟ ومعايا ايمف بدء معانا بالروح هقوله ان الايمف بتاعتي بتساوي سالب المعدة للتغير مقصوم على الزمن هو عايز معدل نمو الطيار يعني الرقم اللي هنا دوت هو اللي مطلوب ما انا معايا الايمف ومعايا الايمف كام بعشرين يبقى هروح على الايل اقول له عشرين على اتنين من عشرة اتنين على عشرة تعمل متين على اتنين تعمل معايا ميت امبير لكل سانية عشان دي واحدة معدل مش واحدة الطيار بس المقالي لوحدات مهمة بيناقص عليها نفس الكلام عايز معامل حس الزاتي راح اعكس راح عايز الايل وعاطين الايمف بعشرين بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتتي اللي هي كان بتمانين يبقى اقول له عشرين على التمانين تعمل معايا ربع هنري اسئلة مباشرة ما فياش اي حاجة تسعة وسبعين بيقول لي ملف معزول ملفوف حول ساكم الحديد المطابعي ماذا يحدث الساك في الحالات الاتية؟ هواحدة واحدة ارسموا مع بعض الساك ندي الرسم بتاعتي كده قلبه هوا قال لي ملفوف حول ساكم الحديد المطابعي يبقى انا في اللحظة دية عندي هنا حديد يبقى في الفترة دية او في المنطقة دية عندي حديد اول سؤال بيقول لي عندما يمر طيار مستمر؟ يعني انا لو عندي قلب من الحديد المطوع بس متوصل بطيار ايه مستمر؟ بالراحة هو احنا قطعة الحديد دية كان ايه اللي بيحصل لها؟ كنا بنقولوا ان الحديد دوت بيتأثر عليه بس خلبي لكم السؤال دقيق جدا بالراحة بيقول لي انا عايز اللي يحصل في طيار الدايرة؟ ولا ايه اللي يحصل لإضاءة المسباح؟ ولا ايه اللي يحصل لسوق الحديد؟ السؤال الجديد علينا شوية والله يعني الوهلة الاولى يبقى سؤال تافئ بس هو مستهل خالص هو بيسأل اللي هيحصل للسوق وليس للبصباح يعني تخيلوا كده مثلا انا كان عندي هنا مسباح المسباح دوت لحظة غلق المفتاح كنا بنقول قطعة ما بينورش بعد فترة تزداد الإضاءة لحظيا لحد ما تثبتش ان الحس الزاتي بيان عدم انما هو مسألش على اي حاجة من دي هو بيقول لي ايه اللي يحصل لحديدة نفسها لحيطة السوق دي لو انا وصلتها بطيار مستمر هو من السوق دوت مش ده معدن؟ المعدن يا مستر بيتولد عليه طيارات دوامية صح؟ بس الكلام ده في حالتين انا عندي شرط تولد طيارات دوامية في حالتين يا اما تعرض الحديد لفيد متغير والحالة التانية ان الفيد يكون ثابت وحرك قطعة الحديد بتاعتي يبقى دول الحالتين بتوقع اما عرض حتة الحديد دي لما كنا بنقوله في الحس الذاتي في أفران الحس ان انا حتة الحديد بتتعرض لها فيد متغير عشان طيار متردد او لو انا عندي طيار مستمر وابتدي حرك قطعة الحديد يعني الفيد يكون ثابت وانا اللي حرك يبقى لما يمر الطيار مستمر لا تتأثر طب لو شلت الطيار المستمر وحطت الطيار متردد او لا في اللحظة دي بقى في اللحظة دي الفيد هيكون مالو الفيد او المفتاح طبعا مفتوح الفيد هيكون متغير فالفيد اللي داخل بيتغير ده داخل على القلب من الحديد المطاوع يبتدي يقتع خطوط الفيد يتولد على حتة الحديد طيارات دوامية عكسية ذاتية عكس اتجاه طيارات المصدر ماشي يبقى هنا الفيد عندما يمر الطيار متردد في الملف هيأثر ايه على الحديد طب اذا لف سلك الملف لفا مزدوجا ويمر به طيار بالراحة اللف المزدوج ده كان بيبقى عامل كده بيبقى انا عندي اتجاه طيار في ملف يعاكس اتجاه الطيار يعني انا بلفه على بعض ويبقى في الاتجاه ده ان شاء الله ده مش اتلف ده اختفى يبقى انا في اللحظة دية انا عندي هو ملف وملف اخر بل ان اتجاه الطيار لو هنا ماشي كده بيبقى التاني عكس ويكون قده في الطيار بالزبط فالبي توتل المحصلة بتساوي كام المحصلة بتساوي سفر ولما المحصلة دلوقتي تنعدم يهينعدم كسافة الفيد بالتالي حتة الحديد مش لقى يفيد اساسا ولا ثابت ولا متغير يبقى لا تتأثر قطعة الحديد نيجي للسؤال اللي بعده سؤال رقم تمانين بولي متى تكون القيم التالية مسؤولة للسفر القوة دفعة التأثيرية في ملف حلزوني انا لسه قال ان اليم اف مثلا لو نشأ الغرف الفرق دي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي يعني الاساس بتاعي في بي سواء لعبة زاوية او لعبة تغير انما امتى تساوي السفر لو البي دي بتساوي كام بتساوي سفر يبقى نفس السؤال اللي فات عندما يكون ملفوف لفا مزدوجة السؤال اللي بعده واحد وتمانين بيقولي ماذا يحدث عندما زيادة طول الملف فقط للدعف بالنسبة للحس الزاتي نفس الكلام اللي بتاعتي هتساوي ميو في ايه في ان تربية على اللي سمول لما انا زود الطول بس الحس الزاتي ايه مرور طيار متردد في سلك معزول وملفوف حول صاوي مسمطة انا عايز اللي بيحصل ايه هنا دلوقتي لما ممرر طيار متردد في سلك معزول وعندي صقم الحديد هيتولد ايم اف عكسية بتقاوم التغير الحادث في قط اخطوط الفيدا وهنا قال لي مش قال لي ملفوف في لفا مزدوجة ده السلك نفسه معزول يعني ان حاسه معزول بالمطاط عادي خالص يبقى نتيجة مرور طيار متردد في الصاوي ايه والقدي التولد ايه مفة عكسية ومعامل الحس الزاتي يزداد عشان الحديد زاد او معامل النفذية بتاعي زاد السؤال اللي بعده سؤال رقم 82 بيقول لي ايه المتاج المترتبة على وجود فرق جهد عالي في مصباح الفلورسنت ده من تطبيقات مصباح الفلورسنت ان المصباح الفلورسنت بيطلع وميد عالي او بيطلع ادقاء عالية ليه ان انا بيبقى عندي فرق جهد عالي وعندي ضغط منخفض وبيحصل عملية التفريغ وعملية التأيض لانا لو عندي المصباح هنا او عندي المنطقة دير بيبقى عندي اول حاجة غاز زي الهليام او النيون او الارجون او اي غاز خامل الغاز الخامل دوت بعرضه الفرق جهد عالي وضغط مخفض والفلورسنت بيبقى المادة ديت معمولة من عنصري الفلور والفسفور ما علينا اللي يهمني في مادة الفلورسنت اخدناه في الحديثة بأنبوبة اشعة الكاسود اللي هي السي ار تي كنا بنقول لما يصطدم بيها جوسين مشحون بتعمل على وميد او اضاء عالية جدا ليه انا هنا بعمل فرق جهد عالي وبعمل ضغط منخفض ضغط منخفض يعمل الفيديا تناقص فالفيديا تناقص هيقدي بتولد ايم اف مستحسة طردية كبيرة تعمل على تأيون جزئات الغاز يعني هيبقى ايونات موجبة وايونات سالبة الايونات دي هتبتدي تتصادم مع قدار الانبوبة بتاعتي تعمل على وميد يبقى اللحظة دي هتحصل وميد للايه المنسباح بتاعي لف الاسلاك المكونة لفا مزدوجا ينعدم كسافة الفيديا ينعدم الام اف المستحسة العكسية او الام اف عموما سؤال حلو السؤال اللي بعده رقم 88 بيقولي تتولد طيارات دوامية بصورة مستمرة في الاجهزة التالية اثناء عملها معادة يعني كده كده الطيارات الدوامية دي موجودة معايا بس انا بحاولها تلاشاها او اقللها بيقولي موجودة في كل معادة لو جينا دلوقتي بصينا في المحرك او المحول او افرون الحسة او جلبينه اول حاجة استحال اختار افرون الحسة اشان افرون الحسة اساسا فيها حديد وفيد يتنقص ويتزايد بيبقى كده افرون الحس بيعمل بالشكل ده بيبقى انا عندي في اللحظة دي هنا عندي طيار متردد ويبقى جايب هنا قطعة من المعدن او قطعة من الحديد او اي حاجة الفيد المتغير اللي داخل عليها بيقدي لتولد طيارات دوامية عكسية ذاتية ويكون اتجاحها عمودي فهتقدي ان حتة الحديد تقعد تلف في المجال دي لحد ما تنصاهر ويكون مثلا انا هنا حطت مثلا مخرج ولا حاجة وبتدي اشكل السبايك والمعدن بتاعدي يبقى فرون الحس كده كده فيها المحول الكهربي والمحرك لو جينا بصينا في شكل المحول اساسا بيبقى عامل كده المحول اساسا فكرته مبنية على الحس المتبادل ويبقى عندي شرائح من الحديد شرائح من الحديد كنا بقوله معزولة عن بعدها التلافي او تقليل اثر الطيارات الدوامية بس انا كده كده عندي طيارات دوامية مش عندي معدن والحديد ده هيقوم بنقل خطوط الفيد فياخد جزء يرتب بجزيقاته فانا كده كده عندي ايه حديد يبقى استحال اختار به واستحال اختار جيمل اللي تنندل فيهم المحرك الكهربي ما انا كده كده عندي المطور قلبه بيحتوي على حتة حديد بالعكس ده انا مش عندي شرائح ده انا عندي قرص مصمت من الحديد ليه قرص مصمت عشان يكسب المطور او المحرك بتاعي اسمها كتلة كسورية تساعدوا التغلب على ايه على عزم الازدواج او انعدام العزوم مش هو دلوقتي لما بنعدي بالوضع العمودي بينعدم عزم الازدواج ففي اللحظة دية انا مش عايز ان في اللحظة دية ان العزم ينعدم فانا كده بحط ايه كرص مصمت عشان يتعدى او يتغلب على الوضع العمودي انما في الجلبان انا عندي مؤشر وعندي ارجي غلبانة صغيرة جدا وكل دوب بيبقى عندي هنا سفر التدريج وليكن في المنتصف وبيبقى عندي الامونيوم ليه كنا بنحط سقم الامونيوم لسببين ان خفيفة الوزن وغير قابلة للمغناطة يعني ما بتتأثرش بالمجال المغناطيسي فالوحيدة اللي ما فيهاش حاسة او ما فيهاش طائرات دوامية هي الجلبان ومتر الحساس سؤال جميل جدا على فكرة نيجي للسؤال اللي بعده سؤال 89 بيقولي دخلنا على النص التاني للدينامو بيقولي عندما يكون ملف الدينامو موازي اتجاه الفيد المغناطيسي كنا بيحصل حاجتين كنا عندنا خطوط الفيد ومعدل لقطة او الوضع لو انا عندي الملف دلوقتي كده موازي في اللحظة اللي هو موازي دلوقتي عدد خطوط الفيد اللي بيختارك الملف بكام بسفر يبقى في اللحظة دية الفيد بيساوي سفر انما معدل قطع خطوط الفيد اكبر ما يمكن ليه عشان انا سيهب عندي قوة هنا بتأثر لاعلى وقوة هنا بتأثر لاسفل فيتولد عليه ازدواج او عزم ازدواج يخلي ان اتجاه الكوة عمودي على اتجاه ايه المجال بتاعه فمجدار الفيد هو اللي بسفر يبقى قيمة عزمة سؤال حلو ده السؤال اللي بعده سؤال رقم تسعين وضع البداية مهم جدا ده الوضع الايه الوضع الموازي وطالما الوضع الموازي يبقى انا بدق من القيمة العزمة يا مستر ده انا عندي اجابتين بدقين من القيمة العزمة الاجابة به والاجابة ده الوحدة موحد ووحدة متردد انا عندي حلقة او حلقتين ولا عندي ستونا مشروكة نصفين لا انا عندي حلقتين يبقى انا عندي طيار متردد وليس طيورا مستمرا السؤال اللي بعده رقم 94 بيقول لي دينا مطيور متردد معايا العدد اللفات ومعايا المساحة ما فيهاش تحويله يدور بمعدل 1400 دورة في الدقيقة ايبا انا اروح اجيب منها الفريقونسي اقوله 1400 على الزمن بالثواني يعني 60 في مجال كسافته فان القوات دفع المستحس اللحظية المتولدة في الملف عندما يصنع زاوية 60 واحدة واحدة 60 دي مع ايه مع الفريق تلزمني ولا كاني شايف انا زاوية ملفه مجال ولا ملفه عمودي يبقى اقول له خلاص عينيه يبقى اول حاجة اروح اجيب الايمكس واضربها في ساين 30 عشان اروح اجيب القيمة اللحظية يبقى الايمكس بتاعتي بتساوي بيف ايف ان في قوميجا اللي هي تو باي اف مضروبة في ساين 30 يديني الايم اف اللحظية انا معي البي بواحد من مية ومعي المساحة باتنين من مية ومعي عدد اللفات تلتمية وتوباي اف الف ربعمائة على ستين في ساين تلاتين هيطلع معايا الاجابة اربعة واربعة من عشرة فولتس للايمكس بتاعتي دي هتطلع تمانية وتمانية من عشرة فولتس ماشي يبقى التانية هتبقى نصها اربعة واربعة من عشرة واحسب كذلك القيمة الفعالة بعد القيمة الفعالة وبعدها القوات دفع بعد مرور وعايز المتوسطة خلال نص دورة يعني بيقول لي سمع كل اللي انت تعرفه عن الدينامو القيمة الفعالة سهلة خالص الايفكتف بتاعتنا بتساوي الماكس مقسومة على جزر اتنين يبقى تمانية وتمانية على جزر اتنين فيها اربعة واربعة من عشرة جزر اتنين على الآلة تبقى انا عايز القيمة المتوسطة بعد بروح نقسمه السؤال النص دين كلمة بعد بتدل على الايه هلاش زيه طب يا مستر معتنيس زمن لا معتنيس زاوية زاوية بتستخبى جوا الزمن والزمن بيستخبى جوا الزاوية يبقى انا هقوله بعد مرور واحدة على سبعين مفروض يحدد من وضع البداية او من وضع السفري بقوله السيتا بتاعتي بتساوي تلتمية في ستين في اف اللي هي الف وربعمية على ستين في الزمن اللي هو عطهولي عشان اروح اجيب الزاوية واضربها في الماكس يبقى انا هقوله كده تلتمية وستين في الف وربعمية على الستين مضروبه في واحدة على السبعين تعمل معي 120 يبقى الستة بتاعتي ب120 يبقى اقول له 8.8 من 10 اللي هي الماكس سين 120 تعمل معي 67.62 فولت يبقى اليم F بتاعتي عملت 7.62 فولت طب انا عايز المتوسطة خلال ربعة او نص دورة كنا بنقوله الماكس على المتوسط بيسوي بيعل 2 يبقى انا هاجي هنا اقول له ان الاي ماكس اللي هي تمانية وتمانية من عشر خلال ربعة او نص دورة على الاي متوسط يبقى اي ماكس على الاي الابرج بتسوي الباي على الاتنين يبقى المتوسط بتسوي اتنين في تمانية وتمانية من عشر مقسوم على باي كل ده على الالة الحزبة يطلع تعويض مباشر نيجي للسؤال اللي بعده السؤال رقم 95 بيقول لي دي انا متعير متردد مكون من ميتين لفة ومساحة يدور في مجال منطق كيما عز ما عايز معدل دورانه كل ثانية يعني عايز التردد سؤال تاف خالص ما انا معايا مية وعشرين باي بتسوي بي اللي هي تلاتة من عشرة في المساحة اللي هي واحد من مية في ان دوباي اه في ان في اتنين باي لو جيت اختصارت دلوقتي البي هتروح مع البي والاتنين مع المية وعشرين يبقى كل ده ستين هتساوي تلاتة من عشرة ثوات بن مية في متين اف هروح اقسم على الرقم دوت تحت ستين ويطلع معايا الاجابة مية هرتز يبقى الوحيدة اللي تنفع هي المية السؤال اللي بعده سؤال ستة وتسعين بيقولي مولد كهرابي بسيط القوات دفع المستحصة اللحظية تصل للمرة الثانية الى جزر تلاتة على الاتنين من القيمة العزمة بعد المرور الزم بيسألة على التردد برواحة كده لو جينا رسمنا الدينامو لو انا شغال من وضع البداية وضع البداية التعدين اللي هو وضع السفر كده عملت دورة كاملة عند تلاتين درجة انا بوصل للقيمة العزمة ولا نص القيمة العزمة نص القيمة العزمة عند تسعين درجة انا بوصل للقيمة العزمة بس نركز يبقى انا الزاوية بتاعتي زادت تلات مرات فلو ده كان اسمه تي دي كان هتبقى اسمها تلاتة تي بس الكلام ده بدأ من وضع السفر عندي اتنين كامل مهمين عندي الخمسة واربعين وعندي الستين الستين لو اخدتها بره بتبقى جزر تلاتة من على الاتنين والخمسة واربعين اللي هي واحد على جزر تنين القيمة الفعائلة نركز على الستين الستين دلوقتي عدد مرات وصولي للقيمة اللي هي جزر تلاتة على الاتنين القيمة العزمة للمرة الاولى بس هو بيقولي للمرة الايه؟ للمرة التانية يبقى هلانا هنا؟ لأ للمرة التانية هتكون على امتدادها يعني هتكون في المنطقة دي فعدد مرات وصولي للمرة التانية في المنطقة دي برضو هتبقى القيمة جزر تلاتة على الاتنين بس هل الزاوية هتبقى ستين؟ لأ ده أنا بعد الستين مشيت هنا تسعين واخدت عليهم تلاتين يعني الزاوية اللي هنا مية وعشرين درجة دي التخفيلة اللي في السؤال وقول له مية وعشرين درجة أنا بدأ من وضع السفر بيسوي تلتمية وستين ف مضروبة اللي هي قال لي في السؤال واحد على مية وعشرين يبقى لوله مية وعشرين في مية وعشرين على تلتمية وستين عشان اجيب ايه? التردد بتاعي على تلتمية وستين تعمل معي التردد باربعين هيرت السؤال جميل قوي مهمة الفكرة كلها بكلمة المرة اتساني. اللي بعده سؤال مية وواحد يولي تتولي القوة دفعة لحظية في دينامو اثناء دورونه تعادل نص القوة الدفعة مع العظمى. عندما يصنع مستوى الملف الزاوية مع المجال. هو بيسأل هنا على الزاوية مع المجال. يبقى طالما الزاوية مع المجال يبقى ديم الزاوياتي يبقى يصنع زاوية ستين. يعني انا لما كن بدء كده. لو انا الزاوية اللي هنا ديت ستين. يبقى انا درت عن العمودي بزاوية تلاتين اللي تهمني. بنفس المبدأ السؤال اللي بعده قال لي طيب امتى تكون نص القيمة العظمى لما كن ميل بزاوية برضو نفس الكلام ستين. ما هي دي بتكمل دي؟ يبقى لما يكون ميل بستين هتبقى انا زاويتي اللي في القانون تلاتين اللي هي تهمني. يبقى انا عرفت دلوقتي الفرق بين زاوية الميل وزاوية الدورة. مية وخمسة على نفس الكلام بيقول لي كل ده وتخدع زوايا وبيقول لي واتجاه الفيد عندما تكون الزاوية بالمستوى الملف واتجاه الفيد ستين. الثلاثة اسئلة نفس الحاجة يبقى انا نص القيمة العظم. مية وستة بيقول لي عدد مرات ثلاثة اسئلة فاشد طائر متردد ستين هرتز للنهاية العظمة في الثانية. هل هو قال لي موجبة؟ لا. هل هو قال لي سالبة؟ برضو لا. يبقى طالما ما حددش ولا موجب ولا سالب يبقى عدد مرات الوصول للقيمة العظمة وساكت. كنا بنفهملوها كده في الدرس. بقول ان عدد مرات وصولي للقيمة العظمة الموجبة اف. وعدد مرات وصولي للقيمة العظمة السالبة لو انا عملت واحدة هي تقالي اتنين. هنا عدد مرات وصولي للقيمة العظمة الموجبة اتنين. وعدد مرات وصولي للقيمة العظمة السالبة اتنين. فيبقى عدد مرات وصولي للقيمة العظمة عموما اتنين اف. يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى 120 ديات الصحي السؤال اللي بعده بنفس المبدأ كم سؤال وراء بعد سهلين 107 بيقولي إذا كان زمن وصول الطيار اللازم للوصول من السفر النص القيمة العظمى هو T لسه حارقها لما من السفر يبقى أنا لو وصلت T دي أخدتها في 30 يبقى الحتة دي تعملت معي 30 يبقى الحتة دي هتعمل معي 90 فلو دي T يبقى دي 3 T بس الكلام ده نركز بدءا من وضع السفر لما الوضع الموازي الكلام طبعا هيختلف تماما وتشرحت قبل كده 109 الأول بيقولي ملف دينامو راجعنا للنظري مساحة مقطعه معي الإي ومعي عدد اللفات 1200 دورة في الدقيقة جبت الإف في إذا كانت القوى تدفع العظمى عايز كسفت الفيت سؤال تعويض مباشر 46 واربعة بتسوي بي في إيه في النفق أميجا يبقى 26 واربعة على البي اللي هي كام اللي أنا عايزها أخلي البي دلوقتي يبقى على المساحة اللي هي واحد من مية مضروبة في الإن اللي هي خمسمية مضروبة في اتنين باي إف اللي هي 1200 على الستين سفر راح مع سفر مية وعشرين على الستة فيها العشرين أروح أعمل كل دوت على الآلة هايطلع معايا النلبي بتساوي اتنين واربعين من ألف ووحدة تسلا ما تتنساش مية وعشرة من الرسمة من قبل ما أعرف إيه هو وعايز إيه أحدد اللي أنا أعرفه أنا معي الإيمكس مية وكام ميتين بولت معايا نص دورة بعشرين يبقى الدورة يعني الزمن الدوري على جنبه باربعين ميلي ثانية يبقى التردد هيبقى واحد على اربعين في عشرة قص سالب ثلاثة يعني أربعين ألف على أربعين على الآلة الكلام ده يعمل معي خمسة وعشرين هرتز يبقى الأوميجا تو باي إف يعني بخمسين بويت كده اللي أنا عملته دوت باسم الله الرحمن الرحيم أي سؤال يقابلني في الدينامو بطلع معطيرتي أول حاجة اللي أنا عايزي إيه عايزي الدينامو شكر جبتها تاني حاجة عايزك أسف تلفيد ما أنا معي الإن ومعي المساحة اللي يهمني فكرة السؤال هو الله يمشي الخل اللي متسرعوش على الحل الاي ماكس بتساوي بي إيه إنه أوميجا ما أنا معي الأوميجا ومعي الإن ومعي المساحة ومعي الاي ماكس أروح أجيب كسف تلفيد هتطلع معنا على الآلة تلاتاشر من ألف تسلع سؤال جميل وما فيوش حاجة الفكرة إن أنا استخرج المعطيات صح سؤال مية وعشرة خلاص مية وحداشر عاطيني شكل بياني بقول يكمله مولد دينامو طاير متردد من كوت بي إرسم الرسمة الحادث مع زاوي الدهروم اللحظة يكون فيها مستوى الملف في ماله موازي لخطوط الفيد موازي لخطوط الفيد يعني أنا بالنسبة للاي ماكس يبقى أنا أبادئ من وضع العمودي أو وضع القيمة العظمى لشدة الطيار ما اللي بيحصل للفيد بيحصل للطيار ربع دور وربع تاني وصلت النص القيمة العظمى وهكذا ولازم نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية بقى أنا كده حلية السؤال بكل بساطة مية واثنو عشر نفس الكلام بالزبط معي الإي ماكس بتساوي متين دي نفس الفكرة اللي فاتت ومعي الزمن الدوري باربعة من مية فالتراده تطلع واحد على الاربعة من مية اللي هي مية على الاربعة تعمل خمسة وعشرين ارتس فالأوميجا بتاعتي بتساوي كام؟ خمسين باي ده هو هو السؤال بس اغير لي العدد اللفات هناك كان خمسمية هنا بقى كام ان؟ عايز السرعة الزوية جدتها وعايز كسافة الفيد هروح اجيبها تعويض مباشر هتطلع معي على الالة متين واتناشر من مية اتنين واحد اتنين متين واتناشر من الف تسلا سؤال مفوش اي حاجة نيجي على السؤال اللي بعده مية وتلاتاشر بيقولي ملف دينامو معي العدد اللفات قالي الان مساحة يقدور بمعدل ستمائة دورة في الديقة يبقى الاف بتاعتي هتساوي ستمائة على الستين سفر رحمة على السفر تعمل معي عشرة هرتس ستين على الست في فيد كسافة في يده عايز اللي لحظة عندما يعمل مستوى الملف على المجال بستين يبقى انا السيتة بتاعتي بكام؟ السيتة بتاعتي بتلاتين درجة يبقى انا مايل بستين يبقى الزوية بتاعتي بتلاتين وراح اقوله ان الاي ماكس بتساوي بي في ايه في ان في اوميجا الاي ماكس انا عايزها كل دوت مضروف في ساين كام؟ تلاتين عشان اجيبها بالمرة يبقى اقوله ان الاي لحظة بتساوي الاي ماكس ساين تلاتين طبعا دي هتطلع معي على الالة نجربوها مع بعض ادي البي بثلاتة من عشرة والمساحة بخمسة وعشرين من الف في ان مية واربعين في اوميجا ستمية على الستين كل ده مضروف اتنين باي اللي هي تو باي اف كل ده مضروف سعين تلاتين اللي هي نص تعمل معي واحد وعشرين على اتنين اللي هي اتنين وتلاتين وتسعة يعني تقريبا تلاتة وتلاتين فولت بل ايه اللحظية بتسوي تلاتة وتلاتين فولت يعني معنى كده ان الماكسيكا تستة وستين نيجي للسؤال اللي بعده مية واربعتاشر بقولي ملف الدينمو طائر مترادد يولد كوة دفعة مجدرها دي الايماكس عندي دورانو في تردد في مجال احسب لي من في اللحظية المطلدة بعد مرور زمن بان راح اجيب سيتا قلق من وضع العمودي يعني من وضع السفر تعالى سيت كتير تلتمية وستين في خمسين في تيل اللي هي اتنين ونص في عشرة اص سالب تلاتة وراح اقوله ان الايماكس مضروبة في صين سيتا اللي انا جبتها اجي على الايه لقوله تلتمية وستين في خمسين في اتنين ونص في عشرة اص سالب تلاتة تعمل معايا الزاوية خمسة واربعين يبقى هنا في اللحظة دي القيمة اللحظية بتسوي القيمة الفعالة عند زاوية خمسة واربعين تعمل معايا خمسين جزر اتنين على الالة او الواحدة طبعا بولت يبقى لما زاوية تبقى خمسة واربعين يبقى القيمة اللحظية بتسوي القيمة الايه الفعالة السؤال اللي بعده مية وستاشر بيقول لي ملف مستطيل مساحة مقطعه سبعة من مية متر مربع يبقى انا معايا المساحة وعدد لفاته مية لفة يبقى معايا الان يدور بمعدل ستمية دورة في الدقيقة يعني التردد لسه جايبينه ستمية على الستين لسه جايبينه في السؤال اللي قابله برضه بعشرة هيرتز في فتكة سابتوك هو ادفع المستحسة بعد مرور من الوضع الذي كان فيه المستوه عمودين يعني وضع البداية اروح اجيب السيتا هقول له بتسوي تلتمية وستين الف مضروبة في التي الف عاملة معايا عشرة والتي عاملة معايا كام خمسة وعشرين من الف دول عاملين تلت تلاف وستمية في خمسة وعشرين من الف بقى اقول له تلت تلاف ستمية في خمسة وعشرين تعمل الزاوية تسعين يعني بدل ما يقول لي انا عايز القيمة العزمة دفلي وقال لي انا عايز مش عارف اللحظة ايه في اللحظة دي كاني بروح اجيب ال ماكس تعويض مباشر ايه وميجا تطلع معانا تعويض مباشر على الالة مفياش اي مشكلة السؤال اللي بعده آه السؤال ده جميل قوي ركزوا بقى مع بعض ثان اغلبكو بيسأل فيه وجاف الامتخان الشامل بتاع الكهربية في الباب الرابع بيقول يوضح الشكل الالف ملف يدور بين مغناطيس والشكل به ده الرسم الباني بتاعه والطرفين تي واحد و تي اتنم وصلين بدايرة خارجية ماشي عشان يعرفك ان سبب الدورون ده كان ايه اولا في اللحظة دي او في اللحظة دي الملف كان هنا عمودي بس هو بيدور فهو جابه عندي قيمة معينة كان الوضع البداية هنا او كان عند النقطة دي قيمة عزمة يبقى في اللحظة دي كان الملف موضوع ايه موازي ماشي ده الربع دورة من الوضع الموازي عمل 75 من 100 بيقول لي ايه ايه النقاط الموضحة بالشكل تمثل القوات ده فعندما مروب الوضع العمودي على المجال وفصر اجابتك في الوضع العمودي على المجال ينعدم اليم اف بتاعتي عشان تنعدم اليم اف بتاعتي لازم الزاوية اللي في قانوني انا بسفر هنا زاوية بتسعين دورة بقت 180 يبقى الزاوية صين 180 او صين سفر في الحالتين بسفر يبقى عند انهي وضع في الوضع سيه ماشي قال لي وجد الزمن لازم تستغرقه الله من القيم اف ب45 ل22 ونص يعني ايه 45 القيمة العظمة يعني انا بقول لك انا عايز زمن من اليم اكس لليم اكس على ال2 وليس العكس بالراح يعني من القيمة العظمة لنص القيمة العظمة للمرة الاولى ايه الفرق بينها وبين لما يجيب لي كده لو انا من هنا عايز اوصل لنص القيمة العظمة كنت باخد كام 30 انما لو انا واقف عند القيمة العظمة وعايز انزل مش الحتة دي قصاد الحتة دي بال30 تمام يبقى الحتة دي قصاد دي بال30 يبقى انا دورتي كام دورتي 60 درجة او كنا نعملوها 250 بس انا هنا عايز زاوية الدوران بس يعني انا اجيب لك الرسمة اساسا بدء من الوضع ده يبقى من القيمة العظمة النص القيمة العظمة 60 انما من السفر النص القيمة العظمة كام 30 سؤال مهم جدا فهعملها زي معادلات الترسيف في الكيم يقول له والله ان التسعين درجة كنت باخدها في 5 وسبعين من مية ملي سانية طب انت عايز الزمن اللي انت هتقطع فيه 60 هيطلع معايا 5 من 10 ملي سانية لو ما قالي اقصبها له كده عادي بس اهم حاجة الوحدة يقوم بقوله 5 في 10 قص سالب 4 سانية اللي انا حولتها سؤال التالت طبعا تافئ اللي فيه بقوله زادت سرعة الدورة ما تأثير ذلك على القوة الدفعة المستحصة والمسافة والزمن الدوري لما السرعة تزيد الأوميجا تزيد ولما الأوميجا تزيد اليمف تزيد للدعف يبقى اليمف زادت للدعف بدل ما 45 بقى التسعين يبقى المسافة دي هتزيد للدعف هتجيلي هنا مثلا هتنزل من تحت كده تبقى عند 2A يعني بدل ما تبقى مربعين تبقى 4 مربعات والزمن الدوري يقل للنص ما هي العلاقة بين التردد والزمن الدوري علاقة عكسية ما هو التردد زاد للدعف فالزمن الدوري هيقل للنص سؤال جميل جدا وبيتكرر كتير وموجود كتير في الكتب الغارجية وموجود جاتب المدرسة برضو ايه جايبوا معهم نرجع تاني للأسئلة الاختياري سؤال 119 بيقولي القيمة الفعالة مش مكمل السؤال لما تكون زويتي أنا مية وعشرين بيقولي أنت ما تكون القوة الفعالة خمسين اروح اجيب العزمة هتبقى خمسين جزر اثنين ببقى أنا كده جبت ال ايه ماكس تعب انت عايز المتوسط يبقى قوله ايه ماكس على ايه متوسط بيساوي باي على الاثنين يعني اقوله مية جزر اثنين على باي اجي على الآلة مية جزر اثنين على باي تعمل معايا خمسة واربعين بل اجابة بتاع تدال دية الصحر السؤال اللي بعده مية واحد وعشرين بيقولي إذا كانت القيمة الفعالة متين وعشرين القيمة العزمة لهذا الجهد المتردد ما فيهاش اي حاجة اضربها في جزر اثنين متين وعشرين جزر اثنين السؤال اللي بعده القيمة الفعالة لطير متردد تردده خمسين هي عشرة عايز الزمن الذي يستغرقه للوصول للقيمة العزمة للطيار يبقى انت عايز زمن الوصول للقيمة العزمة وعطني مين القيمة الفعالة بالروح انا معايا دلوقتي التردد صح او ومعايا القيمة الفعالة كام بعشرة فالقيمة الفعالة ديت انا بخدها عند زاوية كام خمسة واربعين وانا عايز الزمن الذي يستغرقه للوصول للقيمة العزمة يعني زاوية تسعين بقوله كده بالروح التسعين بتسوي تلتمية وستين الف اللي هي خمسين في التين اللي انا عايز يبقى هقوله دلوقتي تلتمية وستين على تسعين آسف انا عايز الزمن على تلتمية وستين في خمسين يعمل معي واحد على متين اللي هي خمسة في عشر او سالب تلاتة اللي هي خمسة ميلي ثانية طبعا هنا حطيني الاجابة الوحدة غلط كتاب برضو الغير دلوقتي فيه خلطات كتير يعني ايه خمسة ميلي امبير في زمن طب القيمة العظمة عشر جزر اتنين اللي هي 14 و14 من 100 امبير دي سهلة مفياش حكا 123 بيقولي ملف دين متغير متردد يتكون من 420 لف يبقى معي الان مساحة وجهه يدور في مجال كسافته اذا بدأ الحرقة من الوضع العمودي يعني وضع البداية ويصل لنهاية العظمة بعد واحد على متين الله السؤال ده جميل او يبقى واحد على متين زمن الوصول للقيمة العظمة للمرة الاولى يعني السيتة بتاعت الزمن ده بكام بتستعين يبقى هو مخب التردد عشان كده اقوله 360 في F اللي هي واحد على متين اجري راح اجيب مين راح اجيب التردد هيعمل معي التردد خمسين هرت للسؤال خلاص غير سيبقى الماكس بتاعت بتسوي بإنقوم جمعية كل المعطيات طب انا عايز الزمن للوصول للنص شدة الطيار يعني السيتة بكام بتلاتين يبقى انا هقوله في المطلوب التاني تلاتين هتساوي 360 في ال F اللي انا جبتها في الزمن اللي انا عايز وقوله تلاتين على 360 في خمسين القيمة الفعالة الماكس اللي انا لسه جايبها تقسمها على جزر اتنين صدقوني اسهل درس عندنا الدينامو للناس اللي لأ ده الدينامو ده خايف وده مش عارف ايه اكتر درس والله يتلمي بيدرجات هو الدينامو سهل جدا واسئلت وكلها بتتكرر زي بعض السؤال اللي بعده 124 بيقول يسيف وضع ملف الدينامو بالنسبة للفيد تركز عندما تكون شدة الطير نهاية عزمة لما تكون شدة الطير مهاية عزمة يعني الملف في اللحظة دي بيكون موازي لما تكون نص القيمة العزمة زويتي انا 30 يبقى انا مائل بزاوية 60 الله ينور عليكم والفعالة طبعا تفه 45 درجة نركز بالفرق بين زاوية الفيد وزاوية العمود خط نقل كهربا مقاومته 100 يحمل طيار عايز القدرة المفقودة في خط النقل العلاقية ونط فجأة كده دخل على المحول مش فاهم وعايز يمش ويرجعنا تاني للدينامو مقاومته ادي الار بمية يحمل طيار ادي اي عايز القدرة المفقودة يبقى له الباور مفقود بيساوي اي التربيع مضروب في الار انا محطتش هنا محول ولا اي حاجة ولسه كل ده هنرجع له تاني في افكار المحولات هنا هيعمل معي عشرة تربيع بمية في مية تعمل معي ميت الف اللي هي عشرة كيلو وط لو عايز اختصرها نرجع تاني الموضوع مية سبعة وعشرين يقولي ملف مستطيل يدور حول محور ومعي كسابة الفيت ومساخ الوجه ويدور تلاتي وثلتمية دورة كل نص دقيقة يبقى الاف بتاعتي هتساوي تلتمية على التلاتين يبقى انا كده رح تجب تيمين التردد يبقى تلتمية على التلاتين جت التردد السفر رح مع السفر تعمل معي برضو عشرة هرتس وعدد اللفات ومعي الان عايز القوة تدفع المتولدة في الملف العزم يبقى انا هروح اول حاجة رح اجيب له الان ام اف بتساوي بانيو هتطلع معي القوة تدفع العزم باربعة واربعين بولت يبقى الان اي ماكس بتساوي اربعة واربعين بولت القوة الفعالة جزر اثنين من حتى تصل لنص القيمة العزمة نص القيمة العزمة من وضع العمودي اللي هو وضع السفر يعني الستة بتاعتي بكام تلاتين يبقى اقول الستة هتساوي تلاتين هتساوي تلتمية وستين في اف اللي هي عشرة مضربة في تلاتين على تلات تلاف وستمية تعمل معي واحد على مية وعشرين الفترة بدء من الوضع العمودي حتى تصل دي اللي تهمني في السؤال كل والله لسالب اثنين وعشرين بولت الحدي يفرم لو نجيت بسط السؤال كده او رسمناش نتخيل دي دورة كاملة نص القيمة العزمة للمرة الاولى عند زاوية كام تلاتين هنا موجب اثنين وعشرين هل هو عايز للمرة التانية ولا للسالب للمرة التانية في الاتجاه الموجب هتبقى موجب اثنين وعشرين بعد زاوية كام انا حتة دي ما اخدته هاش يعني انا اخدت نص القيمة العزمة تلاتين فانا دور تكل مع عدد تلاتين يبقى مية وخمسين طب لو انا جيت اخدت هنا مش دي كلها مية وتمانين ودي كمان سالب اثنين وعشرين فولت يبقى دي الزاوية بتاعت فالزاوية اللي هنا دلوقتي تمانين زائد تلاتين يعمل معي امتين وعشر دي اللي في السؤال كله يبقى امتين وعشر هتساوي تلتمية وستين في اف مضروبة في يعني انا هقسم ميتين وعشرة على تلات تلات وسبعمية تعمل سبعة على مية وعشرين سانية مهمة جدا ما تتسبش دي نرجع تاني مية تمانية وعشرين بيقول لي ملف مستطيل طول وعرض هروح اجيب المساحة وحول في عشرة قص سالب سمعك ياللي بيقول اتنين سالب اربعة وعدد لفات ومعي البي ومعي المعدل تلات تلاف على ستين اليم اف المستحص العزمة بنيو ما فيهاش اي مشكلة بعد خمسة ملي سانية من الوضع السفر هقول ان ستا بتساوي تلات مية وستين في اف اللي هي تلات تلاف على ستين تعمل معي خمسين مضروبة في اي يصنع تلات من الوضع السابق الله ركز بقى هو عايز التلاتين دي من اوضع رقم كام اثنين هو قصده دي رقم اثنين يعني انا في اللحظة دي لما جيت ارسم انا كنت بادئ من السفر صح ركز بقى معي بدأت من السفر دلوقتي وبعد ما وصلت للسفر رحت للقيمة العزمة وبعد ما وصلت للقيمة العزمة اللي هي عند زمن كام اللي احنا لسا جايبين وخمسة ملي يعني لو انا قلت هنا خمسة والوحد هنا ملي ثانية هو عايز بقى بعد تلاتين من الوضع ده يعني تلاتين من النقطة دي يبقى انا هدور في الحتة دي يبقى انا قطعت هنا كام تلاتين يعني انا اخدت تلاتين درجة بدء من الوضع الايه من الوضع الموازي بدء من الوضع الموازي ولا بدء من الوضع العمودي لا يا مصطر بدء من الوضع الموازي فلما انا دور تلاتين درجة من الوضع الموازي تخيل معايا دلوقتي لو انا رسمت لك كده عشان نتخيل ادي ملف ودي مجال وضع بدايتي فين هنا مش الوضع ده الوضع لقيمة العزمة بالنسبة اليمف انا هدور 30 درجة من الوضع ده زاوية ميل الملف على المجال في اللحظة ديات بتسعين فكنت بقول قيمة عزمة بقى انا اخدت معها كمان كاب 30 طب انا عشان اجيبها دلوقتي اروح اقوله ايه اروح اقوله صايم 120 طب صايم 120 دياتو كافئ ايه مش النقطة دي انا فاضلي هنا 60 مقصود الستين قلتها لكم والله من شوية فيه ستين زيها هنا اللي هي جزر 3 على 2 من القيمة العزمة يبقى السؤال دوت مهم جدا يعني انا هقوله جزر 3 على 2 من اليمكس طب عايز اتأكد بص بص تعالى فرحك على الآلة صايم 60 جزر 3 على 2 طب صايم 120 برضو جزر 3 على 2 يبقى السؤال هنا جزر 3 على 2 من القيمة العزمة اللي انا جدتها القيمة الفعالة بيكمل السؤال بس 45 يعني المكس مقصومة على جزر 2 واللي هيطلع تعويض مباشر ما فيهاش اي حاجة سؤالكم بلا سبب الحتة السؤال اللي بعده 29 بيقولي ملف دينامو مساحاته يبقى انا معايا المساحة ومعايا عدد اللفئات ومعايا التردد ومعايا البي وهتدرب في 10 أس سالب 3 ماشي بدءا من الوضع العمودي يعني وضع السفر يا بيش اي القيم الآتياته عبر عن متوسط القوة الدفعة خلال الفترة من سفر يعني بالبداية لحد 5 ملي سنية لا بالروحة كده انا لازم اعرف الزمن ده بيعبر على كام زاوية يعني درجتي كام يعني انا خلال ربع دورة نص دورة ثلاثة اربعة دورة كام لا يبقى انا لازم اروح اجيب السيتا بتاعت الزمن ده يبقى اقوله تلتمية وستين في خمسين في خمسة في عشرة أس سالب ثلاثة يبقى انا لازم اروح اجيب دلوقتي الزاوية نقوله تلتمية وستين في خمسين في خمسة في عشرة قس سالب تلاتة هتطلع معاية تسعين يعني بدل ما يقول للراجل خلال ربع دورة ده مكلف نفسه وجايب مسألة وجايب زمن وزاوية وليلة خلاص يبقى اقوله اي ماكس على الاي متوسط بيساوي باي على الاتنين يومي سترى استخدم القانون ده على طولها في حالة ربع او نص دورة انما تلاتة اربع دورة قد بيساوي ثلاثة باي على الاتنين هتطلع الاجابة تعويض مباشر ثمانين وواحد من عشرة سؤال مية وتلاتين نفس الطريقة بيقولي ملف مستطيل عدد لفاته معايا لان مساحة مقطع كل منها وده عمودي يعني وضع السفر مغناطيسي منتظم احسب منتوسط الكوات دفع عندما يدور الملف خول محور موازي لطوله بزاوية مية وتمانين يعني يدور نص دورة خلال زمن دي تتحل بالدينام بس الامانة الاسهل اي مسألة في الباب ده وتأسهل لها قانون فرادية شوعت متوسط يا مستر اعرف من ايه ما هو قال لي خلال قال لي خلال يبقى لي خلال متوسط مش لحظية لو لحظية كنت اقول لك او لا لازم دينام يبقى الاسهل بالنسبالي انا عندي دلوقتي هو هنا وضع البداية وده عمودي يعني انا كإني عندي ملف ادي ان ودي اس ودي المغناطيس بتاعي او ادي الدينامو بتاعي الوضع هنا تخيله مع بعض ده الوضع العمودي فالقوة اللي هنا والقوة اللي هنا كان بتأثر عليه يبقى وضع البداية بالنسبالي هو ودع معدل القطع في اللحظة دي كان بسفر بس الفي تقيم عوز فانا عندي طريقتين دلوقتي اما روح احلها روح اجيب ايه ماكس على ايه متوسط وساوي بيقول بتساوي باي على اثنين خلال ربع او نص دورة بس هنا بقى لازم بقى عارف ان الزمن ده زمن نص دورة يعني زمن مية وتمانين درجة يعني تي على اثنين بس الاسهل في المسائل دي اللي انا روح اعلها فردية تعود مباشر الام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي بس خلي بالك الزاوية اللي هنا اضلح ملف ومجال عكس زوية مين عكس زوية الدينامو يبقى الزاوية اللي اضلح ملف ومجال وضع البداية كان عمودي يعني انا زويتي كانت تسعين دورت بمية وتمانين بقيت سالب يعني انا لو في اللحظة الاولى كنت بي ايه اللحظة التانية بقيت سالب بي ايه يبقى دلتا فاي نكتبها في الواسع تحت ادي سالب ان تعمل معايا سالب اثنين بي ايه مقسومة على زمن الدورون تطلع في سطر واحد بقانون فرده السالب روح مع السالب اثنين ان بي ايه على دلتا تي الزمن اللي هو عطهولي تعويض مباشر اللي هو خمستاشر من مية ثانية بدل ما روح اجيب الماكس واقول الماكس على متوسط بيساوي بايع اللي تطلع معايا تعويض مباشر بتساوي ثمانية فولت نفس الطريقة بالضبط السؤال اللي بعضيه سؤال مية واحد وثلاثين قال لي ملف عدد لفاته ادي الان مساحته ما فياش تحويله عمودي يعني ممكن اقول ده بي ايه على مجال منتظم عندما يدور الملف خلال ربع دورة في الفترة دلتا تي لما يدور ربع دورة لو رسمنا المحاور بتاعتنا اللي قد بتخلص لنا اي سؤال هنا كنت بي ايه هنا كنت سالب بي ايه هنا كنت سفر وهنا كنت سفر سواء دورت كده او دورت كده هبقى النهاية بسفر بقى اقوله ان اليم اف بتاعتي بتساوي سالب ان سفر ناقص بي ايه مقسومة على دلتا تي السالب راح مع السالب بيبقى ان بي ايه على دلتا تي تعويض مباشر معايا دلتا تي باربع من عشرة ثانية ومعايا البي ومعايا الايه هو عايز ايه في المسألة ديت قال لي انا عايز كسافة الفي دي بقى انا البي مش معايا هاليا المجهولة ومعايا المساحة ومعايا اليم اف بكام في الفترة دي بتسوي 18 بولت بدل ما راح اخش بقى بتفاصيل بانيو وماكس على متوسط والكلام ده كله تطلع على طول تعويض مباشر هتعمل معايا النيلبي بتسوي 2 من 10 والوحدة طفعا تسلا السؤال اللي بعده 138 عل متوسط القوى الدفع المستحسة في الملف بدء من الوضع العمودي يعني وضع السفر لو جيت رسمته اللحظة دية انا كنت هنا موجب وهنا موجب هبقى 2 بي اي لما دور 180 درجة عشان انا كنت الزاوية بتاعتي في الفترة بي اي بقى سالب بي اي بقى سالب 2 بي اي والسفر راح مع السالب راح مع السالب اللي بعدها 139 عايز متوسط عندما يدور نص دورة بدءا من الوضع الاي الموازي انا لو هرسم دلوقتي هرسمها بالنسبة للمجال او بالنسبة للدينامو انا كنت بادئ من هنا رحت الهنا كنت عملت ربع دورة في الموجب وعملت زيها في السالب فالموجب لاشا السالب والمتوسط بتاعي خلال النص دورة بسفر اما استرطب انا عايز احلها بقانون فرضي انا كنت موازي لو انا هعمل المحاور بتاعتي كده الملف دلوقتي كان هنا في الوضع ده دار 180 درجة جالي هنا يبقى انا كنت سفر وروحت لسفر يبقى المتوسط بتاعي بسفر سواء بفردي او سواء ايه او دينامو اللي اتنين بيحلوا عشان كلهم اذا كانت دينامو اساسا احنا مثبتينه من فردي اللي بعده قال لي اذا كانت شد الطائرة العظمة بتساوي اي انا عايز المتوسط خلال نص دورة من وضع السفر يبقى ممكن اقول له اي ماكس زي ما بقول ايم اف ماكس كده على اي اف او المتوسط بتاعي بيساوي باي على اتنين هو مسمي اي ماكس باي يبقى اقول له اتنين اي على باي يبقى الاجابة بتاعتي اجيم دي تصح 141 السؤال الجميل اوي بيقول لي اي القيم القاتية لا تساوي سفر القوة الدفعة المتوسط خلال دورة كاملة بدءا من وضع السفر تساوي سفر انا كده بنعلم على دي كده انا قد نعملوها غلط يعني دي تساوي سفر قال المتوسط خلال نص دورة من وضع الموازي للمجال بالروحة كده الوضع الموازي اللي احنا لسه رسمين ها دلوقت لو انا عملت كده نص دورة من العمودي اتنين ماكس على وي انما من الموازي انا عملت ربع في الموجب وربع في السالف فلاش وبعد ده لاش ده يبقى اتنين برضو تساوي سفر القوة الدفعة اللحظية مرة عندما يكون مستوى الملف موازي ومرة يكون عمودي لما كان عمودي ده وضع السفر فدي كمان بتساوي سفر انما لما كدت موازي هي اللي ما كدت بساوي ما كدت بساوي السفر انا ببقى ماكس في اللحظة دي نيجي للسؤال اللي بعده مية اتنين واربعين قال لي ملف مقوم من ميتين لفة من ميت لفة لنساحة المقطع تدرا فعش سلب 4 يصنع زاوية مع الفيد يبقى انا زاويتي بتاعت الدينامو 30 قال لي الفيد المغناطيس المار الفاي ام معنية بتساوي بي ايه ساين سيتا السيتا اي اضلح يا مستر ملف ومجال يبقى دي الزاوية اللي في السؤال يعني 60 درجة قال لي سيتا دي زاوية الدوران عن العمودي ترى اما زاوية الدوران عن العمودي بقى دي الزاوية اللي في قانون الدينامو يكون 30 المستحسة عند قطع الطيار تب ما نرجع يا مستر لفردي اسحل دي بقى انا هقول ان اليم اف بتاعتي بتساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي الحالة الاولى انا كنت ب ا ساين ستين عشان دي زاوية الفيد الحالة التانية بقت سفر بقى هقول سفر ناقص ب ا ساين ستين ودي الان برا اللعبة ومعايا الزمن بتساوي واحد من عشرة ثانية سؤال جميل جدا يبقى انا هقول ب ا ساين ستين وكان ان فردي تطلع تعويض مساوية للسفر الفيد الله طالما قال لي فيد لما يكون الملف موازي يبقى الملف موازي للمجال اللحظية للدينامو لما يكون الملف عمودي يبقى في الوضع العمودي متوسط القوة دفعة اثناء الدور انتم ساوي سفر في حالتين كنا عارفين انها خلال دورة كاملة بدء من وضع السفر يعني انا لو عملت كده دورة كاملة هنا اليم اف بتسوي سفر اللي ما بنستخب وما بنعرف كتير انها خلال نص دورة بدء من وضع الموازي يبقى في اللحظة دية خلال نص دورة من الوضع الموازي برضو هتطلع بتسوي سفر انا عملت ربع في الموجب وربع في السالب اللي اتنين لاش وبعد فتطلع برضو معايا بسفر السؤال اللي بعده 144 بيقول اذا كانت القوة الدفعة الفعالة في ملف دينما وبتسوي 20 جزر 2 يبقى انا اروح اجيب الماكس يبقى هقول ان اي ماكس بتسوي 20 جزر 2 في جزر 2 تعمل 40 عايز المتوسط خلال ربع دورة يبقى له ماكس على متوسط اتكرر كتير بتسوي باي على 2 يبقى 80 على باي هي ديات القيمة المتوسطة خلال ربع دورة 145 رجعنا تاني للاختيار بيقول يكون الطائر المتولد في ملف اهم كلمة كلمة ملف اللي بتتنس والله معنى ملف يعني دائرة داثلية سواء بقى سواء انا مقوم مش مقوم مطور محرك ملف دينامو اي حاجة طالما بيقول لي ملف دايما الطائر متردد يبقى لو قال لي ملف دينامو او يقول لي ملف محرك اللي هو المطور دايما دايما متردد ولا بقى يهمن انا كان عندي مقوم ولا لأنا كان عندي حلقتين لأنا عندي استقونا مشكوكة النصفين طالما دايرة داخلية لازم يبقى متردد ما لازم يبقى متردد جوه عشان يستمر بره لأنا عندي فرشيتين ما ينفعش يبقى مستمر بره وجوه يبقى في المقوم المعدني لازم طيار متردد بس في الدايرة الخارجية آه طالما عندي مقوم معدني يعني استقونا مشكوكة إلى نصفين لازم يكون موحد لاتجاه يبقى الإجابة بتاعتي جوه متردد وبره موحد لاتجاه بيقول دينامو طيار متردد يتغير من سرعة الدوران اوجد السرعة الزاوية الملف الدينمو هاجي عند النقطة دي تقول 20 دي التردد ولا زمن لا ده زمن الدوري قلبه واخد اي وضربه في 10 سالب تبقى 1 على 20 في 10 قص سالب 3 يعمل معايا التردد 50 يبقى السرعة الزاوية وبي اف تعمل معايا 100 باي القيمة الفعالة للطيار الطيار اللي هنا 20 يبقى الفعالة عاسم على جزر 2 تعمل 10 جزر 2 قال لي اشرح كيف يمكنك من هذا الطيار الحصول على الالف وبين بالراحة به ده طيار موحد اللي اتجاه متغير الشدة يبقى انا عندي ملف واحد بس بدلت اللي استوان او الحلقتين باستوان معدنية مشكوكة الى نصفين بس بالراحة ده قليل الطيار للنص ما انا عندي اليم اف بتساوي بي ايه ان قمجة لو قسمت ايم اف على ار فالطيار بتاعي دلوقتي هو اليم اف على ار بس لو جيت بسيط هنا زمن دورة كاملة في الوضع الخارجي اكبر ولا بيساوي زمن الدورة كاملة يبقى الزمن بيساوي يبقى الامجة سابتة يبقى انا اكيد قللت حجم البي او الان للنص عشان اليم اف تقلي للنص هنا نفس الكلام بس ده طيار متردد طيار متردد زي اللي فوق بس اللي حصل هنا ايه ان اليم اف قلت برضو للنص يبقى انا هنا عملت ان اليم اف بتساوي بيه ايه ان اومجة كده كده الار لو بتكلم على دينام ومقاومته سابتة يبقى انا قللت اليم اف للنص فكأني قللت حاجة من هنا للنص بس الامجة الزمن الدوري مجدار ثابت يبقى انا قللت البي او الاي او الان للنص السؤال اللي بعده بيقول لي يغير اتجاه الطير في ملف محرك المحرك جوه الملف يعني طيار متردد يبقى الاتجاه بتاعه هيتغير والشدة هتتغير طيب الطيار المتردد لو انا بتكلم عليه كده الاتجاه كل قد ايه والشدة كل قد ايه الاتجاه كل نص والشدة كل ربع ده 151 بيقول يمكن تحديد اتجاه دوران الملف في المحرك بالراحة كده انا عندي N وعندي S وعندي الموتور عامل للشكل ده الموتور دلوقتي بيبقى عندي ستوانة مشكوكة الى نصفين ودي الفرشتين F1 وF2 الفرق بين الموتور والدينامو ان انا عندي طيار طالما طيار النتيجة حركة طالما طيار ونتيجته حركة يا كده كده فليمينج بس فليمينج لليد اليسرى عشان النتيجة بتاعتي هي اللي حركة انما الدينامو انا كنت بولد طيار فالنتيجة طيار مش حركة لكي احتفظ زورون ثبت عند النهاية الصغرى كنا بنقول بستخدم عدة ملفات بينها زوايا صغيرة السؤال اللي بعده 154 بيقولي اهمية الاستوان المعدنية المركوكة الاسفين في المحرك والمولد في المحرك انا كده كده عندي طيار فانا عايز اخلي عزم اللي ازدواج ثابت الاتجاه انما في المولد انا عايز اعمل ايه في المولد انا عايز اولد طيار كهربي يعني وعايز اوحد اتجاه يبقى في المولد بعمل على توحيد اتجاه الطيار انما في المحرك توحيد اتجاه عزم الاسدواج نركز مهمة جدا وبتلغ السؤال اللي بعده 155 الله والسؤال ده جميل قوي بروح بيقولي ما اسم الجهاز الكهربي المبين بالشكل عندي ستونة مشكوكة نصفين وعندي ملف ما عرفش اللي يفرق لي هو مين البطارية طالما عندي بطارية يبقى دوات محرك كهربي اكتب اسم المكون الذي يبقى ألف فرش وبه استوانة معدنية مشكوكة الى نصفين وظيفة الشكل به وظيفة الاستوانة لسه يقول لكم توحيد اتجاه عزم الاسدواج يبقى توحيد اتجاه عزم الاسدواج حدد اتجاه الدورون بنروح انا عندي هنا في المطور الطيور بيجي من الدائرة الداخلية ولا من الدائرة الخارجية من الدائرة الخارجية للدائرة الداخلية هيمشي كده احنا لسه قاعدة المستخدمة قاعدة فيلمنج لليا ديليوس رشغل ايدك معي ادي ان الاس ودي الطيور نازل الاسود يبقى القوة الاعلى يبقى لان الدلع ده بيتأثر عليه قوة الاعلى والدلع التاني بيتأثر عليه قوة لاسفل فهيعمل ازدواج ويدور مع قرب الساعدة هنا مغششني وقايلها اللي يهمني في كل ده هو المطلوب الاخير ده والله بيقول لي ماذا يحدث اذا استبدل المكون به بحلقتين معدنيتين سؤال غريب شوية لانا كده كده مستر عندي بطارية صح اه فكده كده الطيار دايما ماشي من مجب للسالب يعني لو بتكلم عن الدايرة الخارجية ايمشي في اللحظة دي عكس عقارب الساعة تمام طب ايه اللي خلاني اصاسا احط استوانا مشكوكة الى نصفين معين يا مستر انا كده كده عارف ان في الدايرة الداخلية انت لسه اقيل ان في الملف يعني طيار متردد سؤال منطقي جدا ما انا عندي في الملف طيار متردد يعني انا ايه اللي ما خلانيش احط استوانا مشكوكة الى نصفين بدلا من احط حلقتين بدلا من استوانا مشكوكة الى نصفين ما كده كده انا موحد اتجاه الطيار برا اه بس انت في اللحظة اللي هتحط فيها استوانتين او عندي حلقتين انت كده بتغير او بتعكس اتجاه الطيار في الدائرة الداخلية وبتعكس اتجاه المجال لأ بقى الكلام زيت خالص واحدة واحدة انا بعكس اتجاه طيار ومجال اما انا بعمل ايه كده مستر انت كده بتعكس اتجاه حاجة واحدة بمعنى لو انا جيت على الهابي خالص نرسموها مع بعض بسم الله او نشتغل على دي ونرسم التانية نمسح كل ده لو انا سميت الاضلع بتاعتي ولا خليها اينا اقص ادي ان ودي اس انا عندي استوان مشكوك الى نصفين ودي الفرش بتاعتي ادي اف واحد ودي اف اتنين وبقيت الدايرة وليكن الطيار هيبقى عامل كده وهنسم الدلع ده ايه بي سي دي الطيار جاي من الطيرة الخارجية داخل على الدايرة الداخلية بيمشي لي عكس عقارب الساعة لو اشتغلت بقعدة امبير الياد اليوم هلاقي ان المجال خارج من الصفحة يعني جايلي كدب شمالي ان طب في نص الدورة التاني تخيل معايا الملف بيتقلب فالسي دي تيجي الناحية التقني يبقى النصف التاني على ان الملف الملف ان ودي اس ودي اف واحد ودي اف اتنين ودي الدايرة الخارجية السي هتيجي اين هيبقى سي دي ايه بي كده خلال نص تدور هلاقي ان اتجاه الطيار ماشي كده ماشي كده ماشي كده ماشي كده اللحظة دي انا كدت بعدي طيار من بي ال ا انما هنا انا من ال ب اتجاه الطيار اتعكس بس انا بردو استلب عكس عقرب الساعة يعني بردو جايلي ان يبقى انا عكست طيار فقط انما مجال سابت وطالما المجال سابت يعني عزم اللي ازدواج دلوقتي واحدة بس اللي تغير معاي يبقى في اللحظة دي انا عملت ايه انا كده كده بدور عكس عقرب الساعة صح بس عكست اتجاه الايه الطيار انما اتجاه المجال سابت معاي ماشي نجي بقى لو اشتغلنا كتستوان ادي الان ودي الاس بتاعتي ادي ادي افو واحد ونكمل البيت الدايرة اتجاه الطيار دلوقتي لو نسمي دول بس اش ما ننزهمش a b c d نعمل الرسمة التانية بالمر n s خلال النص التاني مش دي هتتقلب معاي اه فلما دي تتقلب معاي هل ان الاضلاع عاملة كده هنا اللي هيبقى طويل وهنا اللي هيبقى قصير وهلاقي ان الشكل تقلب معاي فلاقي ها عاملة كده ادي افو واحد وهادي اف اتنين وكده كده البطارية مكملة معاي الملف دلوقتي يتقلب معاي في الشكل ده انا هقلب الاضلاع دي فهنا ب وهنا ا وهنا س وهنا دي الطيور في اللحظة دي كان بيخش لي كده يمشي 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 يجي من ا ل ب ويطلع في الشكل ده ويرجع تاني تب كمل معاي الطيور مشالي هنا جاه كده 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 الطيور في اللحظة دي انا هعدي من انهي ايه ولا ايه اللي هيحصل بالزم احنا هنا عكسنا دي نزبطه الرسمة دي موجب يبقى دي اللي طويلة ودي القصيرة يبقى نعيده الحتة الاخيرة دي ده كده كده خلي دي دي زي ما هي ب اي بي سي دي بس انا عايز دلوقتي الشكل ده هو اللي طويل ودي قصير شوية مش ومشي هلي كده او نخليها الشكل التانية في الاوسع احسن ادي اف واحد و اف اتنين ونكمل الرسمة بتاعت يبقى دي خلص خلص نيجي هنا الطيار ماشي من الموجب ماشي من الموجب دخل جو الخلقة مشالي في الاتجاه ده الطيار لما ماشى في الاتجاه ده دلوقتي كان ماشي معه عقرب الساعة رجع ماشى عكس عقرب الساعة يبقى اتجاه المجال اتعكس هنا كان الس انما هنا بقى ان يبقى انا عكست اتجاه المجال عكست اتجاه المجال وعكست اتجاه الطيار ناقص دولت سي دي صح جدا يبقى انا عكست اتجاه المجال وعكست اتجاه الطيار فلما عكست اتجاه المجال وعكست اتجاه الطيار دلوقتي في اللحظة دية انا عكست حاجة واحدة بس يبقى تقني من الاول الرسمة هنا انا كنت الفرش كده كده مش كل فرشة بتغير مكانها الفرش سابتة بس النسطوانة بتغير اماكنها كل نص في دورة يعني انا لو هسميت دي سين صاد في النص التاني هلاقي سين هنا وصاد هنا فاتجاه الفرش اماكنهم اختلفت واتجاه المجال برضو ايه اختلف فالتنين اتعكسوا مع بعض يبقى يا ظل دلوقتي يا ظل دلوقتي عزم اللي ازدواج مقدر ايه سابت يبقى انا عكست طيار فقط لا ديه كانت تحت تبع دي عذرة يبقى انا عكست اتجاه الطيار والمجال طالما عكست اتجاه الطيار والمجال عزم اللي ازدواج هلاقيه سابت في اتجاه واحد انما في اللحظة دية انا عكست اتجاه مجال بس وليس طيار او عكست اتجاه الطيار وليس المجال فهلاقي ان عزم اللي ازدواج برضو بيزيد ويقل في الدايرة الداخلية والدايرة الخارجية يبقى الفكرة بتاعت السؤال حاجتين ان انا في اللحظة الاولى هنا كان اللي بيدعكس معايا اتجاه الطيور انما المجال سابت لو انا كان عندي استوانتين انما لما حطيت حلقة او استوانة مشكوكة الى نصفين الاتنين بينعكسوا مع بعض فبيزل اتجاه عزم الازدواج سابت او موحد الاتجاه سؤال مهم جدا نيجي عالسؤال اللي بعده 156 بيقول لي في الشكل الملف مستطيل طوله وعرض يمر بيه طيار شدته عبر المواصل عايز الكوة المؤسرة او المعادلة على AB وBC بالروح AB ده موازي فB الF بتاعته بتساوي B I L سين سفر يبقى بسفر انما BC زويتي 90 يبقى بل سين 90 مفهوش اي حاجة 57 بيقول لي كيف يمكنك كجعل ملف المطور يحتفظ بعزم الازدواج او بعزم دورون سابت عند النهاية العظمة وضع عدة ملفات بينها زوايا صغيرة عشان يفضل ثابت عند القيمة العظمة 58 بيقول لي ماذا يحدث يصبح ملف المطور عمودي على اتجاه المجال ينعدم العزم وبتغلب على الكلام دوت بالكتلة الكسورية او انا بحط الاستوانة بتاعتني او بواسطة الكسور الذاتي وبحط استوانة مصمطة مع المطورة شان تكسبه كتلة كسورية يقدر يتغلب على الوضع العمودي 159 بيقول لي النتاج المرترطبة استبدال نصفايل استوانة المعزولة بملف المطور بحلقتين لسه ايلنها تولد قوة دفعة تأثيرية في الملف المطور عند دورون وبتعمل على انتظام سرعة الدورون يبقى تعمل على انتظام سرعة الدورون سؤال فلو جدا وتقرر كتير السؤال اللي بعده 160 دخلنا على المحول بيقول لي الملف السنو في المحول الرافع يكون به اكبر عدد من الملف اللي ابتدائي في ايه مفوض يحدد رافع الجهد مثلا يمسي يحدد يعني رافع للجهد او رافع للطيار بس هنا تقريبا قصدر الجهد فالمحول الرافع للجهد فالجهد بتاعه اكبر 61 اهو هنا زابط سؤال الف المحول مثلا للرافع للجهد الرافع للجهد القدرة سابتة يزداد التردد التردد سابت القدرة والتردد دول سابتين رافع للجهد يبقى خافد للطيار فالطيار بتاعي هيقل 62 بيقول لي اي كميات في المحول المثالي خافد للجهد كميتها في الملف السنوي اكبر رافع للطيار لسا يلوكوا التردد والقدرة سابتين السؤال اللي بعده 63 بيقول لي كوات دفع المستحس المتولدة في الملف السنوي ما بتاعتمدش على ايه لسا ايلين الفكرة بتاعتها ما بتاعتمدش على التردد هي بتاعتمد على البي بيو والان اس والان بيو بتاعتمد على نسب الطيارات وهو رافع ولا خافد 64 بيقول لي تتولد الكوات دفع في المحول بشكل اساسي نتيجة ايه مجال كارابي ولا مغناطيسي ولا القلب الخديدي ولا اهتزاز الملف اللي ابتدائي القوة الدفع المستحس اللي بتتولد في الملف السنوي لما باجرسم الملف دلوقتي انا عندي هنا ملف وعندي طيار متردد وعندي حديد شرائل حديد دلوقتي بتعمل كأنها وصلات بتنقل خطوط الفيد من المنطقة دي للمنطقة دي بس هي بتنقل خطوط الفيد انه مش سبب الاساسي ان انا عندي حديد لا ام انا ممكن يبقى عندي حديد ويبقى عندي طيار مستمر هل لو انا حطيت طيار مستمر للمسبوع ده هينور لا ايبقى انا لو شيلت الطيار متردد بمستمر مش هينور انما الاساس بتاعي انه هو معتمد على تغير الفيد اللي هو معتمد على الحس المتبادل بين ملفين وطالما حس متبادل يعني مجال الكهرابي ولا مجال مغناطيسي طالما حس متبادل يبقى المجال المغناطيسي عمال بيتغير باستمرار مية خمسة وستين بيقول لي محول رافع للجهد النسبة بين عدد اللي حفاش ملفه ولازم ابيعرف ان الان اس اكبر من الان بي بتسوي اتنين على واحد والتردد بتاعه بتسوي خمسين فان التردد المار في الملفه احنا استقلين مصدر واحد يبقى لازم التردد مقدار ثابت لا يتغير نيجي على السؤال اللي بعده مية ستة وستين بيغفلنا كتير عايز فرق الجهد بين طرفين مقومة الحمل مقومة الحمل يعني الملف السنوي هنيجي نقول في بي على بي اس بس وان بي على ان اس لا يا حبيبي ده طيار مستمر طالما طيار مستمر يعني الفيد بتاع مقدار ثابت وطالما الفيد ثابت يبقى ما فيش ايم اف تولدت في الملف السنوي سؤال جميل جدا سبعة وستين بيقولي لا يؤدي المحول ووظيفته عندما يكون الطائر المار في الملف اللي ابتداء ايه مستمر يعني ايه مستمر يعني ثابت الشدة والاتجاه اللي هي تعريف الطائر المستمر الاجابة جي تمانية وستين بيقولي محول كهرابي رافع للجهد مثالي النسبة من عدد لفات ملفي هيبقى انا معي الان اس على الان بي بتساوي ثلاثة الواه ووظه لملفه وستنواب المصباح يعمل على بي اس لقي يودي المصباح يبقى اقول له بي بي على بي اس بتساوي ان اس على ان بي او بي اس على بي بتساوي ان اس على ان بي على قطر دي منشان ازودت عدد للملفات ثلاث مرات فهنا الجهد اكبر من اللي ابتدائي ثلاث مرات يبقى اللي ابتدائي عامل عشرين بولت سؤال جميل جدا تسعة وستين بيقولي اذا كان الجهد والتردد الطائر المار في الملف اللي ابتدائي محول مثالي يعني مفيش فقد معي البي بي ومعي التردد وكان عدد لفات الملف الابتدائي داع في عدد لفات قال لي اختارات الطائر قلنا التردد مش هيتغير يبقى انا لازم اختار اجابة التردد ثابت الوحيدة اللي تنفع به سؤال تفق جدا عشان مسهله يعني على قليل كان حط مثلا تردد ثابت في اتنين وعادي يلعب في الفرق البهد او يلعب في الطيار انما هو ما عملش السؤال اللي بعده مية ستة وسبعين بيقول يوضح الشكل محولين مثاليين متواصلين مع مستخدم البيانات بيسأل على القدرة المستنفذة في المكومة ار اتنين سؤال جميل اوي احنا دايما متحودينا مستر ان فرق الجهد هنا يختلف عن فرق الجهد هنا بس الجهد اللي هنا كان دايما بيساوي الجهد اللي هنا كنا بيقوله عشان هنا مفيش تحويلة بالبلد يعني مفيش محول فالجهد اللي طلع من الابتدائي او الجهد اللي طلع من الثانوي جهد الثانوي التاني هو الجهد اللي ابتدائي الاول كان يوم صح جدا بس إلا الحالة دي لأشان هنا من الذين رحطت لي مقاومة بين المحاولين إنما في العادي كنت بعمل كده باعتبار أن ده المحاول الأول وده المحاول الثاني وكان بيبقى فيه هنا عدد لفات عدد اللفات دي وفيه وصلة الوصلة اللي هنا دي ما كانش بيبقى فيه مقاومة إنما من الذين هنا رحطت مقاومة فالمقاومة دي تحملت عملية هبوط في الجهد يعني أخدت جزء من الجهد يبقى أنا كان هنا مية وعشرة وصل مية يبقى الهبوط في الجهد بكام الهبوط في الجهد بعشرة بولت عشرة على عشرين يبقى جبت الطيار اللي هنا بنص أمبير لا ينور يبقى أنا معايا بي بي تو ومعايا آهاي بي تو بتسوي كام بنص أمبير أبص على رؤس السؤال هو عايز القدرة اللي هنا يعني عايز آي أس تو هل جاب لي كسرت إن المحاول غير مثالي لا ده معترف كمان إن المحاول مثالي يبقى ممكن أقوله إن العلاقة بين البي والآي علاقة عكسية يبقى بي بي تو على بي اس تو بتساوي آي اس تو اللي أنا عايزها اللي هي هنا على آي بي تو آي بي تو أنا لسه جايبها بنص أضربها في مية نص في مية وليه طلع أقسمه على الكام على الخمسين نص في مية بخمسين على الخمسين تطلع بوحد أو من جد ما أعمل كل ده مش فرق الجهد زاد ولا قال قال لي للنص يبقى الطائر هيزيد للدعف يبقى أنا معايا هنا واخد أمبير أي تربيع واحد تربيع في تلاتين تنفع قدرة المستفزة تلاتين وط سؤال جميل جدا الفكرة كلها في حتة التحويلة أو حتة المقومة قال لي محاول كارابي مثالي يتصل ملفه الابتدائي بمصدر زفار جهد مصدر زفار جهد في الابتدائي باسمه الفي برايمري ويتصل ملفه السنوي بمصباح على بي اس ومعايا القدرة مثالي يعني باور اس بتساوي باور بي المحاول رفع أو اللي خافد دي قلل الجهد يبقى محاول خافد بس حالة اختار رفع شدة الطيار وشدة الطيار تانا لسه قال محاول خافد للجهد من غير محل لازم يبقى رفع للطيار يعني انا استحال اختار به واستحال اختار جيم يبقى الاجابة من غير ممسك وراء وقلم الاجابة دال اسهل درسها هيعدي علينا والله درس المحاولات عشان اسئلته بتتحل كده لوجيك الطالب اللي فاهم في اللجنة بيريح صدقوني ان انا من غير محل واحد تاني عايبقى شاطر ويروح يحل وفي بي على في اس والباور والباقو حرق بنزين ساحت 3-4 دقيق ليه ما انا طالب داخل السؤال فاهم مش هبقى خايف يعني ما بيجي طالب اللي يا مستر انا استحال اعمل كده في اللاجنة ازمة اتأكد وانا كده متأكد ما انا لو فعلا موصق من نفسي بحل السؤال ده من غير ممسك وراء وقلم من غير بقى ما راح اقول الباور بيساوي باور وفرق جهد بيساوي فرق جهد وليلة فاسئلة المحاول صدقوني جميلة جدا مية تسعة وسبعين بيقولي النتاج المترتبة على توصيل طرفي الملف اللي ابتدائي في المحاول بطيار مستمر لسه قيلها الطيار المستمر فيد دوق ثابت وطالما فيده ثابت يعني ما فيش تولد يبقى لا يعمل المحاول لان اساس عمل المحاول الايه؟ الحس المتبادل بين ملفين يبقى الاجابة ان هو المحاول ما لوك مش هيشتغل السؤال اللي بعده مية وتمانين بيقولي فاسر لو ماذا لا يدي المحاول ما انا لسه قيلها ان الطيار اللي هنا طيار ماله طيار مستمر يعني في اس بتساوي سفر لان الفيدي الثابت لا يولد الراجل انا زكي جدا محطت ان مكتبلي على المصباح سليم مشان ما يجيش واحد في اللاجنة يقوله لا يعمل المصباح قصلي المصباح محروق فده انا عارف ان الخيال العلمي بتاعك وبتحصل فرح عشان كده رح ايلا خلي بالك ده المصباح سليم عشان عارف الايه؟ الخيال العلمي بتاعك مية اتنين وتمانين بيقولي النسبة بين عدد لفات الملفين في محاول مثالي رافع يبقى من غير ما يقولي يا مستر ده محددش لا اما هو قال لي رافع يبقى ان اس على ان بي بتساوي مية على واحد ويكتبها هو زي ما يكتبها وصل ملفه اللي ابتدأي بمصدر طيار متردد يبقى انا معي البي بي البي بي بتساوي 200 بولت مش هو محاول رافع محاول رافع يبقى له 200 في 100 يبقى البي اس يبقى البي اس تطلع معي اتنين جنبها اربعة صفار النسبة بين قيمة الطيار في الملف اللي ابتدأي للثانوي عكس النسبة اي بي على اي اس هتساوي ان اس على ان بي يعني هتساوي 100 على واحد منطقي الاي بي اكبر من الاي اس اصلي رافع للجهد خفض للطيار القدرة الناتجة في الملف الثانوي اذا كانت شدة الطيار القدرة الناتجة في الثانوي هي نفسها القدرة المستهلكة او القدرة المستنفذة في الايه في الابتدائي اصلي المحاول مثالي يعني انا عايز قلي شدة الطيار المرف الثانوي يبقى انا هقول له ان الباور بي اكوال باور اس بتساوي اي اس مضروبة في الفي اس اللي هي بكام اربعة صفار تعمل معايا اربعة تلاف ولدو اربعة صفار اربعين الف يعني اربعين كيلو واط قال لي ماذا يحدث اذا استبدأ المصدر المتردد بمصدر طيار مستمر لسه ايلنها لا يعمل المحاول اصلي المحاول اساس العمل عملين بنعيده ونزيده فيها الحس المتبادل بين ملفين نيجي على السؤال اللي بعده الله السؤال ده جميل اوي بيفهمني او يدخلني في الميكانيزم التعامل للمحاول بيقولي في المحاول الكهرابي الرافع للجهد يكون فرق الجهد بين طرفي الملف الثانوي اكبر من فرق الجهد بين طرفي الملف اللي ابتدائي ما انتقل يعني انا لو مدخل مثلا ميتين فولت انا لسه مطلحهم في السؤال اللي فات كام عشرين الف فولت يا لهوي بالرقم زاد اوي بيقولي طب هل ده بيتناقض مع قانون بقاء الطاقة يعني هل دوت بيتعارض مع قانون بقاء الطاقة او ولا او قال لي علل اجابتك يعني فصل مش هقول له او لا او خلاص فييجي طالب بيسألني اقول له متر صح ما انا ما عدت افكر فيها انا داخل مثلا عشرين فولت طلعولي الف الالف دول جم منين يعني جسر عشتاني ما انا المفروض الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم ولكن تتحول من صورة اخرى فايه اللي خلل للجهد اللي انا اكبر من الجهد اللي هنا بياما ارجع اقول لك يرجع لتانية سنوى كده افتكر حاجة معايا في المجبس الهايدروليكي في الفايدة الالية في الترمي التاني تكره حتى صغيرة بس خالص لما انا كان عندي مجبس كده وحطت ولياكن هنا عربية وانا بأثر بضغط هنا بل ايه حال انا كنت بنزل انا بأثر بقوة صغيرة ولا كبيرة المفروض بأثر بقوة صغيرة بل ايه ان العربية دي تترفعت معايا الاعلى فهل الضغط اللي انا ضغطت عليها الصغيرة قدرت ترفع لي عربية ده ايه اللي حصل ده نفس الفكرة لما بنروح نلاقي عند الراجل كانيكي بل ايه عمل زي حاجة زي كوريك كده بتاع العربيات فزي مجبس كده باستخدمه او زي عند دكتور طبيب الاسنان او زي عند الحلاق بل انا اهدى على الكرسي والراجل بكل بساطة تحلق او دكتور السنان يدوز برجله بطرف رجله على الكرسي من تحته خالص قال لي ايه نفسي عمينا ارفعه ايه كوة الخريقة هل رسوابع رجليه قدرت ترفع عني لا ما هو اثر بشغلي اسمه دابليو الشغل اللي هنا على مساحة صغيرة نزل كمية ازاحة طلع لي في المنطقة التانية انا عندي مساحة كبيرة هل الشغل هيتضاعف لا ما هو نفس الشغل باعتبار ان المجبس دوت مثالي يبقى الشغل اللي هنا اللي انا بازلته هو هو الشغل اللي هنا بس ده رح على مساحة كبيرة وقوة كبيرة فانا بتضغطها الصغيرة اللي انا ضغطتها انا قوة صغيرة رحت هناك هالكوة صغيرة برضو لا دي كانت قوة كبيرة والمساحة زادت فنفس الكلام في الايه في المحول انا المحول الرافع للجهد الفي لما بتبقى كبيرة بعمل عملية نقصة للطيار بيبقى خافض للطيار اصل الشغل او القدرة بتاعتي هنا مقدار ثابت القدرة ما تتضعفش لو انا بتتلم على محول مثالي فطالما القدرة مقدار ثابت يبقى العلاقة عكسية بين الاي والبي وده ما بيتعارضش مع قانون ايه بقاء الطاقة وحاجة كمان مش انا بلعب في عدد لفات الملف الثانوي براحتي اه فكل ما زود عدد لفات الملف الثانوي على الملف الابتدائي مش معدل القطع يزداد فعدد خطوط الفي دهات زيد فالقيم اف المستحسة المتولدة في الملف الثانوي زادت يبقى انا ما تعرضتش مع قانون بقاء الطاقة اصل المحول الرافع للجهد بيقلل الطيار فتفضل القدرة ثابت والمحول الخافض للجهد بيرفع الطيار فتفضل القدرة مالها ثابتة فانا كده ما تعرضتش مع قانون بقاء الطاقة سؤال جميل جدا وفهموه في 184 دخلنا على المسائل اللي فيها كفاءة نفتكر مع بعض قانون الايتا كان بيساوي باور الثانوي على باور الابتدائي اللي هو كان بتساوي V-S-I-S على V-V-I-B او ساعد بيشيل الطيار ويحط مكانهم عدد لفات بس علاقة طبعا عكسية يبقى V-S-N-B على V-V-N-S عشان العلاقة من الـI-S والـI-B علاقة عكسية طبعا القانون دوت بتاع الـN والـI استخدمه سواء مثالي أو غير مثالي لكن فرق جهد على فرق جهد بيساوي N على N لازم المحول يكون مثالي قالي محاول كهرابي رافع يبقى أنا معايا الـN-S ومعايا الـN-B احسب فرق جهد من طرفين معايا الكفاءة 90% اللي هي تسعة من عشر ومعايا عايز فرق جهد بين طرفين الملف في السنة ويبقى المقدار دوت أنا عايزه ومعايا الـB-B بمية هشتغل بالقانون اللي فيه عدد لفات عشرين وواحد وتعويض مباشر أروح أجيب مين أروح أجيب الـV-S اللي أنا عايزها تطلع معايا 1800 بولت بنفس المبدأ سؤال 185 قالي بحاولي أخفض الجهد يبقى أنا معايا الـV-B ومعايا الـV-S وينتق قدرة كهربية فإذا علمت القدرة اللي بينتجها هيبقى أنا معايا الـB-S معايا باور S وV-S أجري روح أجيب الـI-S بتساوي باور S على V-S بس خلي بالك ده كيلو واط يبقى له 13.5 بعشر قص موجب ثلاثة سالب إي يا ابني اللي بتقول سالب على مية وعشرين جبت الـI-S معايا الكافئة عايز عدد لفات الملف في السنة وشد التغير جبنيها خلاص يبقى أنا أقول له الـI-S بتساوي V-S NB على V-B N-S اللي أنا عايزها كل حاجة معايا معايا الـV-S ومعايا الـNB والـV-B أروح أجيب مين الـN-S والـI-S معايا بتسعين في المية زي المسألة اللي فاتت اللي هي تسعة من عشرة بنفس الطريقة بالضبط 186 محول كهرابي كفاءته معايا الـI-T ماشي معايا الكفاءة أنت عايز إيه في السؤال يا عم قال له عدد لفات الملف الثانوي أقل أقل من عدد لفات الملف الإيه؟ الملف الابتدائي يبقى طالما عدد لفات ملف الثانوي أقل من عدد لفات الملف الابتدائي يبقى المحول ده رافع ولا خافض؟ محول خافض طالما خافض للجهد يبقى رافع للطيار هل المحول خافض أم رافع؟ أحنا قلنا خلاص خافض لماذا جعلت لفات الملف الثانوي أكثر؟ سمكا يرجعني للباب الأول أصلي طيار الثانوي أكبر من طيار اللي ابتدائي فطيار محتاج سمك أو ملف مساحة مقطعه مالها كبيرة يعني تكون مقاومته صغيرة عشان يستحمل مرور الطيار الكبير اللي مارر فيه سؤال جميل جدا والحتة بتاعت أكثر سمكا وأقل سمكا واخدنها قبل كده في الباب الأول السؤال اللي بعده 187 جرس كهربي جهد تشغيله إن جرس تلاجة غسالة ده البي إس ودي الإيتا اللي تم توصيله معايا البي بي عدد لفات الثانوي معايا الان بي تعويض مباشر الإيتا نفس القانون بي إس معايا ان بي على بي بي ان اس معايا الان بي او معايا البي إس معايا الان بي ومعايا البي بي اروح اجيب عدد الثانوي قيمة الطيار المارة عند مرور طيار خلاص يبقى نلعب بقانون الإنت ن اس على ان بي بتساوي آي بي على آي اس معايا طيار اللي ابتدائي ومعايا الانات لسا جايبها اروح اجيب الآي اس هتلاقوا مثال المحاول قانون وتعويض مباشر 188 نفس المبدأ معايا الكفاءة ومعايا البي برايمري والنسبة باللفات ملفيه 20 على واحد محاول خافض يبقى دي الان بي ما نتغفلش ودي الان اس ومعايا البي بي اكيد عايز البي اس اللي هي تعويض مباشر نفسه قانون الكفاءة بعيد الكلام اكيد انتم قليته البي اس ان بي على البي بي ان اس معايا الكفاءة ومعايا البي بي والنسبة بين عدد لفات ملفيه معايا الان بي بعشرين ومعايا الان اس بكام بواحدة اروح ادف فرق الجهد على المحاول السانوي بنفس المبدأ مية تسعة وتمانين ادي اليتا ودي البي بي محاول يعمل على يومورف الملف السانوي اي اس عند فرق جهد بي اس احسب شد الطائرة المورفي الملف اللي افتدائي بقى انا اقوله اليتا بس هنا مش هستخدم القانون الانات لشان انا عايز فرق جهد وطياري بقى انا هقوله في السؤال بي اس اي اس هي هي ما فرقتش على بي بي اي بي البي يعمل على متين بولت ربعمية واربعين ال اي بي مطلوب والاي اس معايا بكام اتنين امبير طالما محاول رافع للجهد اكيد الرقم ده هيبقى صغير ولا كبير هيبقى كبير اصلي هو خفض للطائرة ان المحاول ده اصغر من ده بنفس الطريقة سؤال مية وتسعين بيقولي المحاول كهرابي كفاءة النسبة بين عدد لفات واذا كان جهد المصدر المتردد بي بي عاوطيني عدد لفات وما قالش مين اكبر اخوة راح علي في الاختيار اذا كان المحاول الف رافع للجهد وبيه رافع برضو اكيد واحدة بقى خافض يعني خلي ديت بدل ما هي رافع تخليها خافض رافع للجهد فكرته ان انا خلي ان اس اكبر من ان بي خافض للجهد اخلي ان بي اكبر من ان اس واروح اجيب رقم واروح اجيب رقم ومعي الكفاءة ومعي الكفاءة نيجي الاخر سؤال معانا قال لي الكدرة المتولدة من محطة قوة كهربية مية كيلو واط يعني انا عندي محطة الباور عند المحطة بتساوي مية في عشرة قسمو جاب تلاتة واط يعمل على فرق جهد الفي بي ميتين فولت عند طرفي المحطة ويوجد محول كهربية يبقى انا عندي في الحتة دي محول والنسبة بين عدد لفات ملفية وجي كافة النقل للاستخدام مقاومة اسلاك طبعا من غير ما يقول بيبقى سلكين من السلك واحد عشان بيبقى فيه سلك موزع وسلك مجمع ان فيه واحد بيمرر طير والتاني بيفرغ ما علينا المهم بيبقوا ايه سلكين فلما يجي يقول المسافة دي مثلا المتر الواحد وليكن مقاومته كذا لازم الرقم ده بيتضاع يعني لو طول استلك ده واحد كيلو يبقى استلك الكل اتنين كيلو واعطيني مقاومة الاسلاك بتساوي اربعة قوم سامستر ده في حاجة غريبة قوي هو قال لي محاول رافع ولا محاول خافض ده ما قالش سؤال ناقص لا ازعل منه ده انا قال لي محاول عند المحطة من غير ما يقول لازم تبقى خافض للطيار او خليها الاساس بتاعنا رافع للجهد عشان يقلل الطيار ويقلل الفقد يبقى لازم أبقى عارف ان دي ن اس ودي ن بي وطالما في محاول يبقى هنا في اي اس عايز كفاءة النقل اذا استخدم لنقل هذه القدرة اسلاك يبقى انا روح اجيب الباور المفقود واروح اطراحه من الكل يديني الباور اس يبقى ثاني انا روح اجيب الباور اس بطريقة غير مباشرة ان انا روح اعمل ايه اروح اجيب الفقد مش انا اقدر من هنا اروح اجيب الاي بي اه اقول له مية في عشرة قسمو جاب تلاتة على المتين يبقى على الالة مية في عشرة قسمو جاب تلاتة على متين يطلع معي بخمسمية يبقى الاي بي يطلع خمسمية واقول له اي بي 500 على iS بتساوي nS على nB nB بواحد و nS بخمسة يطلع ال iS بكام بمية وارح اجيب الباور المفقود 100 تربع فاربع تطلع معي 40 ألف يعني 40 كيلو واط الكل 100 كيلو واط هطرح منهم 40 يديني هنا 60 كيلو واط اللي هو الباور الس يعني 60 على 100 جميلة قوي جميلة قوي تطلع الكفاءة 60% وكده يا شباب الحمد لله خلصنا الباب التالت وخلصنا كل الأسئلة اللي فيه وان شاء الله بإذن الله اتمنى اكون في التوكو الفيديو مش طويل احنا بتنزل دلوقتي أبواب على بعضها عشان نخلص باب باب على بعضه فياريت من راكمش علينا وخلاص المنع خلص واحنا خلاص في أواخر رمضان هوت وان شاء الله خير وما تقلقوش واهم حاجة بس اتبعوا الفيديوهات أول بأول واللي عنده أي سؤال ينزله في أي وقت ربنا مايكويرو ترجمة نانسي قنقر